اهلا وسهلا بيكو يا داكاترا وفي اول حلقاتنا في البايوروشيب طبعا يا داكاترا الدنيا سهلة جدا ومتقلقش خالص وبسيطة قوي وبنبتدي رحلتنا بمنتهى البساطة في اول شابت ايهو يا دكترة support and movement طبعا عصام اللي بترقص ده هنشوفه فعلا حقيقة ان شاء الله بقى ما الحصة جاي ولكن قبل ما نبتدي نخشه ونتعمق في الشابتر عايزين نفهم بس الشابتر ده مقسوم لإيه وإيه قصته مبدئين يا داكاترا الشابتر ده عند حضراتكم هو مقسوم لعنوانين اساسية support and movement in human وsupport and movement in plant يعني انا بتكلم على حاجتين plant والهم وده زي تانية سنوة بالظبط اي عنوان بناخده او اي شابتر بناخده مقسومة على حاجتين بنفهمه يعني ايه في plant ويعني ايه في الانيما وهنا القص احنا بنتكلم على support القوة او الدعامة والحركة يعني النبات والانسان ايه الحاجة اللي بتحافظ على شكلهم ايه الحاجة اللي بتديهم القوة وايه الحاجة اللي بتخليهم يتحركوا هتقول له هو النبات بتحرك اه هنفهم قدام القصص دي ان شاء الله الشابتر دا دا كاترة عمره معانا تقريبا ست حصص وده كده بالبيو دي بتاعنا زي ما انتو عارفين ويه بتاعتنا زي ما احنا عارفين مع بعض ايه اللي هنعمله النهارده يا دكترة هنتكلم النهارده على support implant هنتكلم عن النبات من الاخر نهارده حصة support implant كلها بواجه نعم طيب قبل ما نتكلم عن support implant وحكايته لازم نفهم introduction كده بسيطة قبل ما نخش في المناجر خلي بالك لان احنا زي ما انت نشوف جوا الشرح في بنك معرفة يعني احنا عايزين نبقى جوا الكتاب وبرى الكتاب سهلة ليه عشان نبقى متحضرين صح اللي بتحان سنوية عامة وهو هيبقى سهل جدا عليك ان شاء الله وهتعرف تحله وتتوفق وتخش بقى حلمك يا دكترة ببقى الطب تعال نشوف مع بعض واحد واحد انت عايز من ايه اكون لازم عارفه وانا بخش الحصة النهارده عايزك تكون عارف ايه الفرق بين plant cell والانيمال cell في ايه ايه المميز طبعا خلي بالك لازم تبقى فاهم نقطة مهمة جدا بتتمثل في ايه بتتمثل عندي ان اي كلمة cell بتبني من حكتين اساسية ايه هم حاجة اسمها السلميمبرين او اللي بنقول عليها اللي ها اسمي تاني البلازمة ميمبرين وحاجة اسمها البروتو بلازم البروتو بلازم ده بالبلدي كده اللي هي كل حاجة جوه الخليل كأن عندي بلونة ومليانة مي البلونة هي السلميمبرين والمية اللي جوه هي البروتو بلازم بروتو بلازم هي اي حاجة حية جوه الخليل فالفكرة في كده فاي خلية بواجن عام حكتين سلميمبرين وبروتو بلازم ولكن انا عندي نوعي من الخلايا زي ما انت شايف البلانت سيل والانيمال ايه سيل خلي بالك احنا النهاردة بنتكلم عن البلانت فانا لما اجا تكلم عن البلانت ده عندي فيه سيستم عندي فيه اورجان عندي فيه تيشو عندي فيه ايه اللي نور عليك سيل فانا هتكلم معك عن السيل عايز اركز في كم حاجة فيها ايه هي اني اني الانيمال سيل والبلانسيل زي ما انت شايف كده كده فيهم السلميمبرين اه دي يا مستر السلميمبرين او اهو واهو ولكن فيه شيء مميز في البلانسيل مش عند الانيمال سيل اللي هو مين بقى الله يفتح عليك السيل وال او السيليلوزيكول اه خلي بالك منه بعد يبقى من المميزات المهمة للبلانسيل اني حواليها جدار صلب حيطة صلبة شايف انا بتكلمي كلمة ايه صلب قوي ايه ده تما دي علاقها ايه بالعنوان السابورت مش السابورت يعني القوة الصلابة الدعمة فانا بفهمك حاجات لبعدين فخلي بالك ان البلانسيل في شيء مميز جدا عندها اسمه سيلول ده مهم جد وده جوه البلانسيل دايما مميز عندي بيوحيد بالخلاية زي ما تشاهد طب في ايه تاني يا دكترة عندي في حاجة تاني قال لي اه خلي بالك في حاجة اسمها فاكيول مغزن كبير في الخلية يعني انا البلانسيل عندها في حيطة قوية وفيها مغزن كبير وده لي دور برضه في قصتنا اه لي دور في قصتنا زي ما هتفهم يبقى في حاجتين انا عايزك تخلي بالك منه واحد السيلول بتاعك الجدار القوي اللي بيحيد بالخلاية اتنين عندي حتة فاضية مغزن مغزن لايه هنشوف لبعدين هنحكي قصص حتة مغزن منطقة مجوافة فاضية كده بتحط فيها ايه زي ما هنشوف ملح سكر امينو اسدس مية زي ما هنشوف قدام طب ممكن يبقى في حاجة تاني للبعدين عشان بنكن معرفة واسئلت بقى الهوموكس اللي فيها افكار اه حاجة زي كلورو بلاست هي دي العلاقة برضه بالقصة اه هتعرف قدام لان ده اللي بيعمل ايه الفوتو سنس ده المطبخ بتاعنا يبقى فيه ثلاث حاجات مهمين اهو ده المطبخ يبقى اللعبة في كده يبقى انا عندي الحيطة بتاعتي السلول عندي مغزن كبير بخزن فيه زي ما هنشوف ايه اللي هيحصل اسمه الفاكيول والمطبخ بتاعي اللي بيطبخ السكر بتاعي اللي هو الفوتو ايه السنس الثلاثة دول بيميزوا البلان سلم عن الايام السلم فاكيد لهم ادوار في حكايتنا النهار في السببورت عادي طب برضه انا دكترة مش فاهم ايه القصة اقولك تعال بقى نبتدي ايه رحلة بص بقى ياسي القصة بتدت بالايه اني لقينا السببورت امبلانت ايه الكنسبت بتاعه ايه فكرته قال لي الفكرة كل ايه اني لما جينا نبص لعلماء اللي هو زي وزي اك ان شاء الله كده حضراتك تبقى عالم او عالمة كبيرة ان شاء الله يعني لنا طريقين هنشوف هندحك فيهم ازاي وربنا يكرمنا القصة بتقولي ايه دكترة اني لما جينا نبص على النبات لقينا النبات بصص بصص يعني عنده يحتوي different missiles and systems يعني النبات عنده مجموعة من الاجهزة او وسائل الوسائل دي قدمت له التلات حاجات يعني هو يحتوي على مركبات مكونات اه دي ايه ده دي دي زي الحاجات اللي انت قلتها يا دكتر مينا قبل كده ايوه والله انا وعج زي الحيطة بتاعتي والمغزن والمطبخ الحاجات دي ليها دور اه طبعا ليها دور فالقصة في كده اني لقينا ايه القصة الplant possess يحتوي اهو يحتوي على ايه different methods and systems عنده انظمة عنده طرق بتعمل ايه بقى الطرق دي اللي خد عندك واحد ايه واحد بقى support عنوان الشابتر اللي هنفهمه بتدي له القوة بتدي له الدعامة بتحميه ودي رقم اتنين اهي maintain its shape فبالتالي رقم ثلاثة وده اللي انت تفهمه الشابتر ده مربوط بالشابتر اللي هنشوفه ان شاء الله بترمي التاني اسمه اميونة المناعة بيحمي ماهو لما انت تتكلم معايا في ان انت بتتكلم على مركبات او طرق الطرق الطرق دي بتحافز على النبات بتقوي النبات بتحمي النبات ثم دي مناعة بيحميه من اين بيحميه من الظروف الخارجية بيحميه عند حضرتك من الباثوجين اللي هي المايكروبات مسببات المرض مش اي حشرة تيجي تأذيه مش اي مايكروب يجي يأذيه فالفكرة في كده فبداية الحكاية انه هيعرفنا ان النبات بتاعنا في طرق في وسائل قدر تساعده فيه اول حاجة support الدعامة انها هتديله القوة اثنين منتقه شيء بتحافز على شكله يعني شكله يعني مش شوية هوا يجيبه ارض يعني الروت ثبت في الارض اللي استيم فوق الليفز فردة ورقها في وش الشمس في ثبات في الشكل مش شوية هوا يجيبه ارض واخيرا protection الحماية يعني مش بس بيديله قوة وبيحافز على شكل ده كمان ايه؟ بيحميه الفكرة بقى السؤال دلوقتي هتقولي طب يا دكترة فهمت انا فهمت دلوقتي انت بتتكلم فيه مركبات بتتكلم فيه طرق بس السؤال بقى الاهم ايه الطرق بقى فهمني ايه؟ انجلس مش هانباك ايه الطرق وايه على كطب اللي انت بسا قايله سلول والسلمنبرين والبروتوبلازم والفاكيول والمضخ والحطة اقولك ايه ده؟ تعالى نبتديك استمتع القصة كالقاتي القصة عند حضرتك هم عنوانين النهاردة ما ابسطهم وفي اخر الحصة بص لما هوملك في ايه؟ في خمس دقائق فاكر روشتة؟ الله ينعب بساعة نسميناها في تلتة سنة واللبوسة هديك اللبوسة من الاخر في خمس دقائق هنلم الشابط هم عنوانين النهاردة ايه العنوانين؟ في كلمة انا كده كده فهمها كلمة ايه؟ الله ينور عليك بس في كلمتين تانين؟ كلمة اسمها وكلمة اسمها وكلمة اسمها هم دول اللي هنبتدي عليهم وخلي بالك او ما نشوف القلم ده القلم ده قاضر تعرف ان انت هتبتدي بقى ايه؟ تفكر معايا السؤال بقى دلوقتي ايه يا دكترة ايه بقى هم الاتنين دول؟ ايه الفيسيولوجيكل؟ وايه الستراكشل؟ وايه حكايتهم؟ وازاي قدروا يدوا قوة؟ يدوا حماية؟ ويدوا تدعيم؟ ويحافظوا على الشكل؟ تعالى بقى نبتدي نفهم القصة قبل ما نحكي في قصة الفيسيولوجيكل ونفهمهم تعالى نفهم حاجات تبع بنك المعرفة حاجات واخدها من تانية سنة اولى سنة انا قلت لي يا نهاري سويد تانية اولى ده انا مكنتش بذاكر طب ايه هعمل ايه؟ طب انا هتوعق استمتع تعالى افكرك بهم ولو انت ناسي او مش فهمهم هزبطهم لك بص يا سيدي فيه كلمة كده قالف ديه سنة كيميا طبعا وطبعا بتقول كيميه بقى اشتر مني في الحاجات دي فيه كلمة مهمة اسمها solution يعني ايه solution؟ هتقول ليه سهل محلول سهل يعني ايه برضو؟ solution ايه المحلول ده؟ المحلول ده بيتكون من حاجتين الله يفتح عليك solute solvent ايه solute؟ الحاجة اللي بتدوب زي مثلا مفتكرة S solute salt solute sugar شايف؟ SS السوليوتس هي اللي تعتبر بنسبالي المذاب الحاجة اللي هتدوب الملح السكة وممكن يبقى زي الامينو أسدس حلو قوي طب والسولفنت هسألك سؤال الملح يدوب في ايه؟ السكر يدوب في ايه؟ الله ينور عليك في المية يبقى السولفنت هو حاجة واحدة بس water السور يبقى أنا عندي أخلي بالي كلمة solution وأخلي بالك SS أنا عايز أكتب أمركز قوي solution S solute وسولفنت يبقى لما أقول لك solution في الامتحان تسأسأهالي تقولي سأسأهالك؟ آه سأسأهالي SS solution يبقى solute solvent والسوليوت برضو تسأسأهالي SS ايه هو السوليوت؟ salt sugar هتقولي طب والأمين واسد ما بتظهرش كتير بس خلي بالك solute salt sugar أسمع صوتك سمع معايا ربة الدانية يبقى لما أقول لك solution تسأسأهالي ها أسمع صوتك؟ سأسأهالي solution يعني ايه؟ solute وسولفنت والسوليوت اس اس مين؟ salt وشوغر طب هسألك سؤال solution عبارة عن حاجتين solute وايه؟ solute بس هنا يجي سؤال مهم ايه اللي خلى حاجة زي الملح حاجة زي السكر حاجة زي الأمين واسد تدوب في مقابل حاجة زي الزيت ما دابتش ايه السبب اللي يخلي الملح يدوب في المياه؟ السكر يدوب في المياه؟ ايه ممامي؟ اديك تخيل مش بتاعتنا ككيميا بس عشان بقى فهم من دمان كما عارف؟ انا بحاول عد ما اقدر الدنيا تبقى معاك مصبوط تعالى ندي مثلا للملح اني ايه؟ سي ال انت راجل بتفهم؟ السوديم بوستف والسي ال نيجاتف صح؟ طب والووتر بس اتش تو او برضو هي فيها بوستف وايه؟ ونيجاتف واخد بالك من حاجة؟ انا احفز حاجة ان البوستف والنيجاتف بينهم اتراكشن فورس يبقى اللقطة في كده ان اس اس بيود اتعالى يا حبيب قلبي في بينهم اتراكشن فورس حتى كنت دائما بقول لك من تانية سنة ويفتكرة في تالتة الميا اللي بتحبه بتوده يعني لو فيه اتراكشن فورس في بوستف ونيجاتف يبقى فيه سيليوشن يبقى هي اللعبة في كده يبقى خلي بالك كلمة سيليوشن سألها اس اس سوليوت وبينهم علاقة موادة حب والحب دي بتتمثل بايه الميا مع الملح الميا مع السكر والعلاقة دي عبارة عن ايه علاقة اتراكشن فورس يا باشا ان البوستف يروح للنجدف والنجدف يروح للبوستف وهي دي الفكرة يبقى انا دايما اخلي بالي ان القصة فيها قصة اتراكشن فورس وافتكرا الميا اسمع صوتك اللي بتحبه الميا ايه اسمع صوتك ها اللي بتحبه بتوده ها تاني ها دكتور كمل الميا اللي بتحبه بتوده الميا اللي بتحبه بتوده الله لنور عليك يبقى انا كده بوصل لحاجات مهمة انا لحد دلوقتي مش فاهم ايه علاقات في القصة بس هتفهم قدام يبقى لما اقول لك سيليوشن اسمع صوتك بسرعة سأسأهولي اس اس سيليوشن اسأسأ اس اس ايه هو سولفنت وصوليد وبينهم اتراكشن فورس ودايما الميا اللي بتحبه بتوده طب ما هنا بقى في نقطة كده مهمة السيليوشن ده في منه ايه قالك نوعين الاتراكشن فورس دي فيها نوعين هتقولي نوعين اقولك اه بصيلي كده عالقصة حاجة زي كده ايه اللي انا شايف انا عايزك تفكر عايزك تفكر انا شايف كلمة ايه الله يفتح عليك سيليوشن اهي واهي مية مية واحنا اقول ناس اليوشن حكت ايه سأسأله اس اس وبينهم اتراكشن فورس الله ينور عليك والماء اللي بتحبه بتوده بس انا شايف كلمتين دايليوت كونسنتريتد دايليوت يعني مخفف خفيف كونسنتريت يعني مركز طب ايه اللي انت شايفه خفيف و ايه اللي انت شايفه مركز اللون الازرق هو لون مين يا دكترة ده لون الووتر المية هنا الدهن المية هنا قد ايه قد هنا صح؟ هي هالووتر هي بص على المنظر هالووتر دي كانت مين اني اس الله ينور عليك دي كانت الايه السولفنت قم للكور كتير 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 دي مين؟ الاس التانية اللي هو مين بقى؟ الله يفتح عليك السوليوت هنا والسوليوت هنا طب ايه اللي انا شايفه مميز في القصة دي تعال اكتبها لك كده ايه على جنب ايه دي او الكور دي هي السوليوت هنا والسوليوت هنا ايه المميز اللي انا شايفه؟ انا شايف يا دكترة بص كده عد عد يا باشا مش عيب الصور بيقدم فيها الاجابات انا شايف عدد الكور هنا ايه؟ قوليه وعدد الكور هنا كتير هو في الاخر في الاخر هو solution في الاخر هو ايه؟ بس انا شايف ان يا مصد يا دكترة عدد الكور هنا في الحالة دي اولاي وعدد الكور هنا كتير يعني هنا low concentration of solute هنا high concentration of solute اه يعني انت اصد الconcentrated solution محلول مركز هي عيدة على السوليوت الله يفتح عليك يعني انا لما اجي اقولك ان انت يا دكترة المحلول ده مركز احفاظها concentrated solution يعني solute كتير في السؤال ولما اقولك dilute solution يعني solute قليل يبقى هي القصة بتادي بكده طبعا انت قاعد ها انجز ايه علاقته بالقص ايه تاخد عقا نظيف استنى يبقى القصة في كده يبقى انا عندي solute كتير يبقى concentrated solute قليل يبقى diluted يبقى هي دي بداية الايه اللعبة بتاعتنا يبقى انا القصة في كده طب انت عايز توصل ايه اقولك مش انت لسه هيه اللي المية اللي بتحبه ايه الله يفتح عليك تويدو طب ما هتركز كده مين فيهم عنده attraction force اعلى من التانية ها ده ولا ده مين عنده boost of negative كتير كده كده المية زي بقى المية هنا اهي ايه اد هنا ها ادي ادي ال level of ايه of water المية هنا اد هنا ام المين اللي معاه attraction force اعلى مين اللي معاه boost of negative اكتر ها ايه ولا بيه ايه ولا بيه ايه ولا بيه الله ينور عليك بي يا دكترا صح ده عنده attraction force ايه اعلى ليه عشان فيه solute اكتر يبقى هي اللعبة في كده ان ده عنده هاير عند حضرتك attraction force ده بيحب المية اكتر عند حضرتك طب وده بيحب المية برده ما هو دايب يعني solution يعني في attraction force بس ده lower attraction يبقى انا طلعت بمعلومات مهمة جدا لحد ما وصلت فكرني كده يا دكترا فكرني كده يا دكتور مينة تعالى نبتديها ان سريعا كده ان support عندك بالنسبة لي بيعتمد على عنوانين في النبات يا في السلوشكال structure مش فاهم بس اللي فاهمه منك ان هو بتتكلم في وسائل موجودة في البلاندسل زي المطبخ زي المغزن زي الحيطة ايا كانوا فهم من الواضح لهم علاقة بكلمة ايوا solution والسلوشن سألوا اس اس solute و solvent بينهم attraction force ان المية اللي بتحبوا بتودوا ان ال solute بروح للsolvent فيه بينهم attraction بين البوستب والنجدب والنجدب والليه بوستب والسلوشن نوعين في منهم diluted وفي منهم الconcentrated والضيليوتد عندك بيحب المية بس مش كتير لانه solute قليل طب والconcentrated بيحب المية قوي فاشخ بيحب المية جدا ليه عشان solute كتير يبقى ده عنده attraction force اعلى وده عنده attraction force اقل طب بقولك ايه قصة انه يحب المية او ما يحبش يبقى انت لازم تبقى مركز تجيلي زا في الامتحان لو قال لي كلمة ايه concentrated يبقى solute كتير concentrated diluted طب يجي بقى هنا النقطة معاك برضو هستفيد بايه يا دكتور مينا في الكلام ده تعالى نكمل ونشوف اللي فدنا في القصة دي حاجة مش انت لسه بتقول المية اللي بتحبه بتوده اه طب ما هو المية دي كده في حركة صح اه طب ما الحركة دي عندي ممكن تساعدني في support هي ايه الحركة دي يا دكتور تعالى نشوف في حركة خدناها قبل كده في تانية سنة وكان اسمها ايوة diffusion الانتشار مش انت بتقولي المية اللي بتحبه بتوده الدفوجن الانتشار اقصته افاهم ساعات الفكرة بسيطة انا عندي solute وسولفت صح؟ مهما تنساش سأله ودايما الدفوجن فكرتها بوس solute and solute move together الانتشار الدفوجن هي حركة عشوائية freely random اني both solute and solute move together طب دي ايه المميز فيها؟ او ايه الحكاية بتاعتها؟ دكتور مين انا ايه المميز دي يعني في القصة دي؟ المميز دي توصلنا في حركة انا عشو بقى هل الحركة دي؟ ممكن تفيد في قوة الخليل؟ او لا؟ وتعالى نفهم القصة بتقولك الايدي حط نقطة حبر في ماء يا باشا حط ملح في ماء قادي يا باشا اهو تعالى نبص كده الاحمر ده؟ اهو ملح solute احنا قلنا solute ايه؟ اس اس solute او شوجر اهو والازرق ده مين؟ اهو water لما حطيت الملح في الماء هل الملح فضل في مكانه؟ يعني مقموس لا 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 انت يا water ماليش دعا بك يا ايه ده؟ الملح قعد لوحده والماء قعد لوحده؟ ولا الماء اللي بتحبه؟ ايوه بتوده ان حصل حركة البوست في راحة للنجاتف اه والنجاتف راحة البوست حصل حركة بس تقدر تحدد انت جاء الحركة؟ يعني تقدر تقول ان الملح ده كله اللي هو بوستف ونجاتف لما تحرك للمية تحرك في انت جاء معين؟ من فوق لتحت طب من تحت لفوق طب من الشمال اليمين؟ طب من اليمين للشمال؟ ولا تقدر تقول ان الحركة كانت عشوائية؟ الحركة كانت عشوائية؟ الملح راح للمية؟ المية راحة للملح السكر راحة للمية؟ المية راحة للسكر الحركة دي حصل فيها ايه؟ عشوائية فريلي كونتينيواس موشن فريلي حركة تعتبر عندي بحرية عندي بعشوائية طب والحركة دي هتفضل لحد ايه؟ لحد ما تتساوى الاركام تل اكوليبريم لحد الاتزان هي دي الفكرة بتاعتها التزام في ايه؟ ان بقى الاتراكشن فورس متساوى في كل جناب يعني تعالى بعد ما تحط معلقة الملح في المية يعامل نقطة حبر في المية هل في حتة في نقطة الحبر لما تحط في المية؟ في حتة غامة او حتة فاتحة ولا المية لون واحد؟ مية في ملح لها طعم حتة حدقة او حتة خفيفة ولا نفس الطعم؟ نفس الطعم ليه؟ لان حصل توزيع في كل الاتجاهات اهي هنا حصل اكوليبريم يعني نفس التركيز طب انت عايز توصل لني اسألك بقى هنا شواء هل وسيلة زي دي تعرف تكون من الوسائل بتاعت السابورت اللي انا كان معناها؟ اكيد لا ليه لا؟ مش منطق ليه مش منطق؟ لان الحركة فريلي فريلي يا باشا هو في حاجة تمشي بالحب كده فري كل حاجة ايه مظبوطة معك عالشعر وإلى النبات هيموت؟ هي دي فكرة ليه اللي انا وانت هموت؟ يبقى هي دي اللقبة اللي احنا ايه عايزنا يبقى تالي يبقى احنا فهمنا بداية القصة ان في وسائل احنا نسا بنشوفها بس من الواضح ان انت عملت دور وتلف على الايه؟ على المية وسيلة دي العلاقة بالمية وان المية ليه دور مهمة في الحكاية وده حقيقة زي ما نشوفه قدامي وان المية دي بتتحرك معه ايوة سوليوت اس اس واللي بتحبه بتوده بس من الواضح من كلامك ان الحركة اللي انت بتحكيها بتاعت الديفوشن دي ما تناسبنيش وده حقيقة مش هي دي الوسيلة المثلة او المناسبة ان اقول عليها ايه؟ الله انا عارب سبوت القوة الصلابة حفاظ على الشكل الحماية لان الدنيا فيها ايه؟ عشوائية طب ايه؟ اللي انت بقى عايزه الله ينور عليك ايه ده؟ ده هي تاني ايوة ايوة الاوزموز ما انا قلتلك يد يا حمار فاكر تكر كده؟ قلتلك كل مانا اكتانية بيرجعها الاكتانية في تالتة مهم كانوا حاجة واحد اوزموزز اه؟ الاوزموزز فيها ميزة فاكر الجملة اكتبها لك ايه؟ بص الجملة السافلة نعم حركة المية بس ايه المميز في الجصة؟ ايه المميز في الاوزموزز؟ افكرك الاوزموزز تفرق علي ديفيوجن بسبب كلمة واحدة الديفيوجن انت قلتلي ايه؟ الماء اللي بتحبه بتوده؟ ولكن هل انت تحكمت فيها؟ هل انت سيطرت عليها؟ هل اديتك اتجاه ثابت؟ هل خدمت على النبات بقوة؟ زي ما نشوف قدام؟ طب الاوزموزز اديتك اتجاه اديتك الميزة انت فيه مية يا دخلة يا خارج كل ده بسبب كلمة واحدة ايوا سيمي برميابول ميمبري ايش معنى الكلمة دي مهمة؟ اقولك افتكر كده معي انا اتفاقت معك اتفاق سوليوشن الله ينور عليك ايه هو السوليوشن؟ سأسأله سوليوت وايه؟ سولفنت هل احجامهم كلهم زي بقى؟ يعني حجم الملح زي حجم السكر زي حجم المية؟ ولا فيه احجام متفاوتة؟ فيه احجام متفاوتة؟ طب ما هو ده لعبة سيمي برميابول ميمبريين شبه نفاذي يعني ايه نفاذي سيلكتف؟ يعني ايه؟ بيعتمد على الحجم يا بقى اشياء ينفع انت تيجي تقولي دلوقتي مستهار انا مزنوق عايز اخش الحمام فاقولك حلو عايز تعدي؟ اه اعدي مخور من البابة تعدي؟ تعديها ازاي دي؟ مستحيل هالفكرة في كده؟ فانا عندي فيه ميزة السيلكتف ميمبريين او السيمبرو ميمبريين ده مستوي ان الحاجة اللي حجمها صغير مسموح انها تعدي والحاجة اللي حجمها كبير مبتعديش الفكرة بقى في اللعبة مين اللي حجمه صغير ومين اللي حجمه كبير؟ قال ليه؟ السوليوت حاجة زي السكر ده أورجانيك مالكيول كبير ده حجمه كبير المية ده أورجانيك حجمه صغير والمزحان يوفر قنعها بوص الحكاية الجميلة اللذيذة الحلوة بص ادي مستوى المي عالجنبين ادي المي اهي و ادي المي اهي اللي بنقول عليه solvent هنا وهنا بص بقى الجنبين ايه ده مين ده مستر ايوه ده مين اللي اسه ايلك عليه السوليوت السكر الملح الحموم كبير اهو بص المنظر ادي السوليوت بتاعي اهو ده سوليوت السكر مس وده السوليوت واخدلي بالك بقى من حاجة ايوه ايه بقى اللي انا واخد بالك منه شايف ان انت عند حضرتك هنا سكر ايه اسمع قليل هناك سكر كتير واخدلي بقى من حتتين دول هنا سكر قليل هناك سكر كتير طب السؤال بقى هنا هلا قدر اقول ان السكر الكتير ينفع يروح للقليل القليل ينفع يروح الكتير لا ليه لا مزنوق مزنوق فين سيمي بيرميبول ميمبري حجمه كبير فمزنوق طب ايه اللي يحصل احنا اتفقنا اتفاق مش احنا قولنا الماي اللي بتحبه بتوده فيه اتراكشن فورس انا احسف هنا لو اتراكشن فورس هنا اتراكشن فورس وليلة وهنا اتراكشن فورس عالية ليه عشان ده كونسنتريتد وده دايليوتد فمين عنده قوة في الاتراكشن كانها شد الحبل مين يعرف يشد الماء من مين ما كده كده السكر هنا مزنوق السكر هنا مزنوق بس السؤال بقى هنا الماء تروح لمين اللي مع سكر اكتر ولا مع سكر قل مين مع اتراكشن فورس مين يعرف يشد الماء اكتر مين يقول هاتي الماء مين يشفط الماء مين يشرب الماء الله ينور عليك اللي يشرب الماء هو مين الكونسنتريتد اهي فيحصل اتجاه بالمنزر ده فبص اللي حصل بقى النتيجة بص الماء اتحركت من الديليوتد للكونسنتريتد اهو عشان كده كنت دايما بحفظك الاسموزز كأنها عاملة زي العطش تعال اتخيل القصة كده حضرتك قاعد طبعا اتفرج علي وعمل ايه اتفخد وتانتخ في رحلة الاربعين حصة لماشا اخدك فيهم لسه العدد فانت عملت احشي قاعد بتفرج ماما داخلة بصنيه خارجة بصنيه داخلة بصنيه خارجة بصنيه فتاع دخيل كده انت قاعد وإيه في ايدك كيس شبسي حار شط نار وانت قاعد مركز وعمل اعمل ايه طحش تعال اتخيل بعد ما كلت كيس الشبسي اللي شط نار هتحس بالقيد ايوه بالعطش ليه العطش ريئك ايه نشف ليه نشف عشان اللي انت عمل فيه ده عملت حش فيه ده ايه صليوتس شطة ملح كل ده عمل يخش الملح اللي عمل يخش ده فعمل ايه الملح ده عندك الملح اللي دخل ده عندي شفط الميا شفط اللعاب فريقك ايه نشف بسبب الاملاح اللي دخلت جسمك عالية فخلقت احتياج للايه للميا فبقى عايز تشرب ميا كتير عايز تسحب ميا تشفط ميا يبقى الفكرة في كده شف القصة يبقى الحكاية في كده ان الاسموزز هي حركة الميا فقط وده كله بسبب انك ايه زنأتي مين مسكتي مين صليوت ولا صليوت الصليوت انا مسكت الصليوت طب لما انا مسكت الصليوت ايه اللي حصل بقى عندي في في اختلاف سكر ملح امينو اسد تركيزاتهم مختلفة طب هل السكر والملح هي عرفت حركة ما عرفوش نزنو ايه طب والميا حد عرف يمسك الميا لا الميا تحركت طب مين ياخذ الميا الميا اللي بتحبه او اللي بتوده بتحبه ايه بتقربه مدى اتفقناه الميا اللي بتحبه بتوده زي ما اتفقنا هتقربه بالسؤال هنا مين يروح لمين اللي يروح للـ low concentration ولا الـ high concentration هتقول استنى لعني ايوة للملح للسكر اللي معاه صليوت كتير يبقى عطشان انا عايز بقى تترجم كلمة عطشان عطشان يعني high osmotic pressure يبقى افتكرها كويس جدا صليوت كتير يبقى osmotic pressure عالي عطشان عطشان يبقى تاني يبقى انا اللعبة في كده اللعبة اني انا صليوت كتير osmotic pressure عالي تاني صليوت كتير osmotic pressure عالي طب جي السؤال بقى ايه فايدة الهري ده انجز طب ما هو هو pressure pressure ضخ قوة force اه يعني يا دكتور مين القصة كلها على اتجاه ميا اه يعني اللعبة مستر كلها في الميا اه هسألك سؤال جبت بلونة نفختها هوا بقت ايه كبيرة ضخمة قوية فست البلونة عمت فيه تضعف يبقى هي دي اللعبة فهمت بقى دكتورة يبقى القصة كانت مربوطة بالميا هو ده مين ال physiological support قوة امتلاء الخلية بالميا يعني اللعبة لعبة solute و sulfate اللعبة لعبة attraction force اللعبة لعبة يبقى osmotic pressure ان الخلية لازم تبقى ايه من وسيلها عطشانة يعني عطشانة يا دكتورة فكرني كده يعني عندها solute كتير osmotic pressure عالي فالميا تدخل ولا تخرج تدخل عطشانة فالميا لما تخش اكبر 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 تملى وكده انت حصلت على المسوز الاولى يبقى هي دي اللعبة اللي انا بحكيها طب و الدفيوشن ينفع لا فري باشا ما يمشيش معاك يبقى هي دي القصة بتاعتنا يبقى انت كده فهمت حكايتي السؤال السؤال بقى هنا اللي هنفهم قدام فين الملح في اول صورة في البلانسل فين السكر في البلانسل هي دي الفكرة بقى اللي احنا هنربطها يبقى القصة في كده يبقى القصة بمنتهى البساطة عنك زي ما نشوف دلوقتي ان انت من ضمن الميثوز اللي بتستخدمها يا بلانت عشو تحفظ على الخلية وتأول الخلية وتحميها هي العطش انك عطشان يعني عطشان يعني عندك انت بلانسل ها هاي ملح كتير سكر كتير فعندك هاي اوزماتيك بريشر فالنتيجة ان فلو اوف ووتر دخول الايه المي بس الترك اللي فضله فين الملح فين الخلية سوري فين الملح فين السكر فين الخلية اللي هيدخل المي اللي هيدخل الخلية تكبر وتبقى قوية هاي دي الفكرة ما تبقاش ايه فاسة مني وامخاس تعا ده فيديو كده تخيلي للقصة اللي انا كنت بحكيها لك بص المنظر ايه دي سألها اس اس سوليوشن سولفنت وايه سوليوشن شايف حط مين في النص السيل ممبرين او السيليكتف ممبرين او السين بربون ادي مية يمين ومية ايه شمال قد بعض ده السولفنت حط سوليوشن يوريا شايف فبقى فيه جنب فيه سوليوشن كتير وجنب فيه سوليوشن قليل طب والسولفنت الضبع طب والمي المي اللي بتحبه هتوده مين عنده اتراكشن فورس اعلى مين عنده مين عطشان مين عنده هاي اوزماتيك بريشر مين هيشد المي بالبالة دي اللي تركيزه ايه اعلى اللي تركيزه اعلى ايه اللي هيحصل هيبتدي يصحب المي من التركيز ليه قال بص منظر بص بص الحلاوة يا لهوة على الحلاوة جمال اهو شوف سحب المي شد الحب انا عطشان انا هاي سوليو هاي اوزماتيك بريشر انا هاشفوت المي هاشرب المي انا عطشان فسحب المي شايف اللي حصل فده وده زاد شايف اللي هنا فده زاد بسبب الاوزماتيك ايه بريشر قوة قوة يا دكتور بقت موجودة بقى في ضغط وده اللي انا ايه محتاجه عندي في الكصة دي طب دي ايه الكصة انت بتحكيها اوزموزز ولا ديفيوجين ما في الاخر سألهم اتنين سوليت وصولهم لا ده ده الاسموزز يبقى خلي بقى لك الديفيوجين اهو انا فاهمتك الفكرة انت بتحرك عندي حاجتين بعشوائية من مين لمين من سوليت لسولفت من سولفت لسوليت بوزع ان انا بعمل ايه ابنهاي اللي له بعشوائية ليه ان انا بوازي ما فيش حاجة اسماء ما عادش مني بحب الزحمة كل واحد هيتوزع ويبعد عن التاني ده عشوائية وبتساوي اهو لكن اوزموز لها حد يعفو مسك الميا محدش لكن الملح والسكر يتزنقوا يتمسكوا بالسيم برمب و المبري فمين اللي عدى الميا الميا هنا اللي بتحبه وبتوده واسسيها هتتحرق العطشان والعطشان مع السوليوت كتير وقزموطك بريشر عالي ويسحب الميا عني وهي دي كانت الفكرة بتاعت الفيسوليش كالسابور بص على السولي قلت لك خلي بالك فكر كده وقف الفيديو وفكر شفت المنظر ايه اللي انت شايفه انا شايف ورقة دبلان ورقة نيمة ضعيفة بص الورقة دي بتدت ايه ورحت ايه وقفة شايف وقفت ازاي ده كله ده بسبب ايه شوية الايه الله انا الميا الميا اللعبة كانت لعبة ووتر ميا هي دي الفكرة بتاعتها يبقى الفيسيولوجيكال سابور تحفظها كويس قوي فيسيولوجيكال فيسيكال فيسيولوجيكال فيسيكال هتقولي فيسيكال اقولك اه فيسيكال ما هو هي عبارة عن حركة فيزيائية فيسيولوجيكال فيزيكال ايه دكتور مينا ده ايه فيسيولوجيكال فيزيكال دي ما هو وحركة المية دي حركة المالكيولز دي عبارة عن ايه كيمستري كيميكال هو مفيش تفاعل لو فيه تفاعل كيميائي مفيش تفاعل المية محدش باع فيه مساكة واللي بتحبه بتوده وانت زنق مين الملحة والسكر زنقه فين عب يا مستر زنقه في الخلية انا فاهم يبقى الفكرة في كده يبقى خلي بالك ايه يبقى انا عندي الفيسيولوجيكال فيسيكال سابورت وافتكرة بي 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 يعني مية بي بي يعني مية وهي دي اللقطة اللي احنا بنخش بها اكتر في حصتنا يبقى كسة الفيسيولوجيكال سابورت فيسيولوجيكال فيسيكال بي بي وبي يعني ايه يعني مية اللعبة لعبة مية و اللعبة تلمية ان العطشان يكسب السؤال بقى فين الملح فين السكر اللي مخلي الخلية ايه عطشان فاصل وارجع عليك تاني وارجع نالك يا دكاترة وتعالى بقى نكمل مع بعض الجزء بتاع النهاردة الفيسيولوجيكال سابورت بي 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 يعني مية وهي دي اللعبة اني انا لعبة دخول المية بتأثر على قوة الخلية ودي من ضمن كانت الميثودز بتاعتنا زي الصورة دي ما اتفقنا من نبات ضعيف دبلان قوي عند حضرتك ليه؟ يعتبر بالنسبة لي زي ما انت شايف كده حاجة اسمها ترجد زي ما نقولك نقول ايه؟ ترجد عند حضرتك تعالى بقى نشوف مع بعض القصة بتقول ايه؟ تعالى كده نشوف حكاية لذيذة قوي تعالى نفهم الممكن سبقنا عايزك انت تطلع من الصورة الكلام خلي بالك وفي الاخرى انت هنجي كده يا باشا انا هاسألك انت معاك صور وفاهم عيش انا مش عايزك تبقى الموضوع صعب بالعكس الموضوع صعب انا شايف ايه دي؟ اولا خلي بالك دي بلانت سل شايف المنظر شايف المنظر ادي مين؟ ده الووتر اللي هو مين يا مستر؟ السولفنت صح؟ الله ينور عليه احنا اتفقنا قصة بسيطة اني عند حضرتك بي 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 يعني الله ينورك مية ان الفيسيولوجيكال سابورت هو فيزيكال موفمينت للمية واللي يخلي المية تخش ان المية اللي بتحبه بتوده ان المية هتروح للي عنده ايه؟ الله ينقع ايه؟ سوليوت كتير أوزموتيك بريشور عاني يعني عطشان فجي السؤال بقى دلوقتي فين السوليوت اللي جاب السولفنت افكارك الفاكيول الفاكيول اه مش انا قلتلك ان الفاكيول المغزن ده عندي ايه؟ عندي شوية سكر ملح زيادة بالخليه هنحطه فين؟ في الفاكيول شوية ملح زيادة بالخليه هنحطه فين؟ سمعني طب معه ما معنى كده الفاكيول دي؟ عطشانة اه عطشانة؟ فيها سوليوت كتير فيها اوزموتيك بريشور عاني في الفاكيول عطشان تعمل ايه؟ تشفت الميا تشرب الميا اوزموتيك بريشور يبقى هي دي اللقطة عشان كده ركز كده شايف حجم الفاكيول عمال ايه يكبر يكبر يدخن ليه يا دكتور مينا عشان مليان ايه مية في ايه مية هي دي اللعبة يبقى القصة في كده ان القصة عندي شايف دي الفاكيول دي هي قص الفساد الفاكيول دي هي اللي في الحكاية كلها ما انا قلتلك هي اللعبة كلها فاكر اول حصة اول حتة في الحصة اني قلتلك في حاجات مميزة في النبات ادي الفاكيول ايه ان الفاكيول دي يا دكتور مهمة جدا ليه بقى الفاكيول دي عطشانة وعطشان تعال اشرب الفاكيول عطشان يعني ايه عطشانة تعال نكتب احنا الناس فاهمين يعني عندها هاي سوليوت و ايه تاني و هاي اوزماتيك بريشر الله يفتح عليك فايه اللي يحصل السكر مزنوق الملح مزنوق فين مزنوق في الفاكيول وتركيزه عالي في الفاكيول عطشانة فهتبتدي تعمل ايه ايه والله يفتح عليك هتعمل ايه هتشرب الميا هتشفط الميا يبقى الخطوة الاولى ووتر انت زافاكيول باي ايه سمعني كده باي اوزموزز اش معنى اوزموزز ليه مش ديفيوجن عشان الملح مزنوق السكر مزنوق بمين بالسيمي برميبل ممبرين بالسليكتف ممبرين اللي في الفاكيول الغلاف ده الملح مزنوق والسكر مزنوق جوه الفاكيول مش عارف يخلقك لا وتركيزه ايه عالي الملح بيزيد السكر بيزيد والفاكيول بتعتش اكتر فهتشفط ميا فالميا ده خلب بالايه بالاوزموزز وقت ابتدي تشرب طب لما تشرب استنى ابتدى ايه اللي يحصل للفاكيول بوس بقى حصل الفاكيول الفاكيول حجمها ايه ها انكريز ان ايه انصايز الفاكيول بتكبر بتكبر اهي الفاكيول ابتدت زيت في الحجم واخد لي بالاك من المنظر اش معنى لان فيه ميا بتخش بالكتيرة بقت الووتر هنا اهي يا معلم طب استنى الميا بتخش الفاكيول اللي عملها تشفط في الميا تشرب في الميا فالفاكيول اللي بتدى حجمها يزيد يكبر طب لما تكبر بتاخد ايه من مساحة الخلية شايف كانت ايه كانت السل من جوة صغيرة قوي بص المنظر شايف الخلية اهي كانت ايه صغيرة شايف المنظر كل دي السل صغنطودة قوي فاضية من جوة ما هي عطشانة ما فاش ميا اهي ازودها لك اكتر عشان تبقين اهي بص اهو شايف المنظر كانت ايه فاضية ما فاش ميا خالص اهو فابتدى اللي يحصل الفاكيول بتشفط الميا ليه عشان عشان ايه هاي سوليوت هاي ازماتيك براشر صح فعمالة تشرب الميا والميا تخش 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 فالفاكيول تجبر تجبر تبتخم مساحة الخلية فبتدى تعمل ايه حاسب كده حاسبي كده بتزق مين البروتوبلازم ايه ده الكلمة دي فين يا دكتور مينا مش فاكر ايوه دي كانت في اول حتة دي مكونات الخلية بتزق النيوكلس حاسبي كده على جنب بتزق السايتوبلازم بتزق الجلجي بتزق الريبوسوم ما هي بتاخد من مساحة ما هي عمالة تشرف في ميا تشرف في ميا فبتكبر فبتضغط شايف بقى فيه بريشر جديد ظهر اني احتياجها للمية اسمه ايه اوزموتيك بريشر طب شربة الميا المية دي رحت فين هقول لكم ما تزعلش في الفاكيول طبعا في الفاكيول في ايه حصل الفاكيول كبرت ولما بتكبر ايه بص بقى بريس بتضغط على البروتو بلازم بتعمل بريشر على البروتو بلازم بتزق حسب كده حسب كده بتكبر في الحجم يبقى الفكرة في كده يبقى النقطة رقم اتنين اني الفاكيول انكريز ان سايز اند بريس ان بروتو بلازم بتضغط على البروتو بلازم فا ايه اللي يحصل بص بقى اللقطة الجاية دي بص دي بص دي بص السفالة الجاية يعني دي حسب كده حسب كده بص الفاكيول ينهر يسويت حدس ولا حرك بص من منظر كبري جدا كاني عندي بلونة عمل انفخ فيها انفخ فيها انفخ فيها ما تكبر 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 هدي الفكرة فالفاكيول اللي بتكبر دي بسبب المية وضغطت بص بقى المنظر زقتلك مين البروتو بلازم طب والبروتو بلازم ده هيا بتقولو ايه اتدخل شوية حسب كده حسب كده حسب كده حسب كده حسب كده حسب كده عملت زقف البروتو بلازم طب البروتو بلازم هيروح فين يا عين يلزق ويغبط في مين بص المنظر خبط في مين في السلوول ضغط على السلوول فبص السلوول نفش نفش اه نفش اه نفش دي اكتبها زي في المتح النفش دي ترجد مورم هو ايه اللي مورم السلوول ترجد ان دلوقتي بقت السلوول مورمة عنج مانفوخة على الاخر فدل حصل ان بص المنظر السلوول هنا في حالة رقم واحد في الحالة رقم اتنين قدام الحالة رقم كام تلاتة انه بقى مورم عند حضرتك هيدا الفكرة بتاعتنا فبقى ترجد فحصل حاجة اسمها هنا مهمة او بريشور جديد اسمه ترجد بريشور ضغط الامتلاء يعني المية اللي دخلت بالأزموز ملت الخلايا فعملت حاجة اسمها ضغط الامتلاء انها اتملت على اخرها فظهر حاجة مهمة اهي اخر حاجة هنا اني بقى السل هنا بزبالي ورمت بقى مورمة افتكرة بقى ايه مورمة سيكده ما انت بماغك ورمت هي دي فكرة فالقصة في كده يبقى انا عندي بقى بقليلة الخلايا كابرت طب ما تخيل بقى ان كل خلية في النبات مورمة فبقت كل خلية منفوخة بالمي والمي دي جات منين بالأزموتيك بريشور ان كل فاكي اللي كانت عطشانة فالخلايا دي لما ورمت كل خلايا كبرة هوプ زاكينك بتنفخ باللونة فالورقة اتفردت اللي استم وقف على حيله الرως بقى قوي طب Separ الماء دي فاست منها اللي هيحصل. اللي هيحصل. طبعا. الخلاة الكيش. فحجمها يزغل. فالآخر كل خلاة صغر يبقى الورقة تتبل. زي كده لما تجيب ورقة نعنى عفرش. فرش. سيبها تلاقي ماما مسلا سيبها في الشمس بعض. فتلاقي اللي حصلها. كرمشت. طب و ايه الفرق بينها مفرودة و كرمشت. الماء. هو ده الفيسيولوجي كان ليه سابورت. هو ده زي ما قلنا. فيسيولوجيكال. فيسيكال. بتبقى يعني ايه? مية. هل لعبت مية. هي دي فكرة. زي بتاعت الجرجير. هو انت هم تنزل الصبح السوق. صح? بتلاقي اللي بيحصل. تلاقي الست بتاعت الجرجير دي. فاهمة الفيسيولوجيكال كويس. هتقولي فاهمة? اه اقول لقاء فاهمة. ليه? هتلاقي دايما الجرجير بتروش على مية. ليه بتروش مية? عشان هو في الشمس. ايوة. الماء ممكن تبخر مني. فايد. لكن هي عايز الورقة تبقى مفروضة. يبقى هي اللعبة في كده. يبقى هم دول التلات نقط. يبقى خلي بالك. لما اجا اقول لك. بص بقى الاسف. الخطوة الاولى. خلي بالك. المية دخلت من برة. لجوة. بالايه? الله ينور عليك. بالاوزموزز. بسبب الاوزموتيك بريشر. ان يصلي كتير. اوزموتيك بريشة عالي? عشان. المية لما ملت الفاكيو. ايه اللي حصل? زهر ضغط تاني اسمه تورجر. ووريه لك دي عشان دي بنك معرفة. تورجر يعني ضغط امتلاء. اتملت على خير. عارف لما تبقى انت. جعان جدا. مثلا بعد السيام. طويل. جعان جدا. او بتلعب كرة تسعين دقيقة. فخلاص. هتموت ملعطش. هتعمل ايه? عدت اول ما جبتلك ازاز ما عدت اربعة 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 لحد ما حصل ايه? اتملت على اخر معدتك دي دلدلت قدام. هاده اللي حصل. انت تعالى شوف كده يوم العيد? كنت صايب. اضرب يا بشا محاشي واضرب. اضرب 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 اضرب. تلاقي اللي حصل لك كرشك مدلدل. مش قد تاخد نفسك. ليه? امتلت المعدة تمالت على الاخر. طب ما هي لما بتتميلة بتاخد من مساحة الجسم. مش عايف تاخد نفسك. هي لنفس الكلام. يبقى من بسبب العطش بتاع الفاكيول بسبب سحب الميا الجوة. فالميات مالت. مالت الفاكيول. الفاكيول دي خدت من مكان الخلايا. من مساحة الخلايا. فعملت ضغط على السلول. ضغط ده ضغط الامتلاء. انها هتمالت على الاخر. اتمالت على الايه? على الاخر. يبقى تعالوا نقرب كلام ده. اللي مكتوفت كتابنا. عند حضرتك. اهو. بص المنظر. ميكانيزي. تلات نقاط. تلات سوة. واحد. وقلنا كلمة. اش معنا دخل للفاكيول? عشان هي عطشانة. ويعني عطشانة. هاي. سوليوت انجز يا مستر. وهاي. عطشان. طب المية لما دخلت. الفاكيول. وخلي بلك في اسمي تاني الفاكيول. بنسميه السل ساب فاكيول. عشان لو جات لك كل ده بنكة معرفة قريدي كل كل الكلام ده هنحلو في الهومور كل استثناء هنحلو معيك وما تقلاش خلص. هتبتدي تكبر فين? في الحجم. حاسب كده? حاسبي كده. على مين? على البروتوبلاسم. حاسب كده. الدخل كده لنيوكلس. الدخل كده يا سيتوبلاسم. عند حضرتك. ده هو تسمه نيوكلس وسيتوبلاسم. بتزق كل مكونات الخلق. طب لما تزقهم. هيعملوا ايه? هيتزنقوا فين? هيتزنقوا عندي مين? السلوول. طب البرشور اللي عايد عليه هنا ده. الضغط ده ضغط ايه? سببه ايه وهو مين? سببه ان هي عطشانة. ازموتك البرشور. هو مين? ترجر. هيدي الفكرة. طب ايه النهاية? ورمت يا مستر. ورمت يعني بقت ايه? ترجد او سويل. هيدي المعنى بتاعها. ورمت عند حضرتك. ايه دي الفكرة بتاعتها عند حضرتك. طيب. نيجي الحتة كده بنك معرفة. حتة سفلة كده هنشتغل فيها مع بعض. السورة دي بنك معرفة ومهمة جدا جدا جدا. تعال نشوفها مع بعض. السورة دي بتلخص كل اشكال الضغط. شايف او بص الزغروف بتاعنا بنك معرفة. او بص الخزوق بتاعنا القلم. اعرف ان مين زالك القلم ده في عصص يعرف ان ايه? البس الخزوق معلي. طيب. ولكن لا تقلق. لا استمتع. تلقش اللبوسة موجودة عندك هتعرفها. هتعرف اللبوسة هتعرفها. طيب. بص يسير. الفكرة ان احنا اتفانا ايه? ان الفاكيول ايه? عطشانه. بص تركز معي ايه بقى في الحاجات الجاية. الفاكيول كانت عطشانه. فكانت عطشانة دي يعني تمثل ايه? اتفانا واع بعد عشتركز الصورة دي كل انواع الضغط. عطشانه دي معناها اني كان فيها هاي كونسنتريشن من السوليوت. طيب. فظهر اول ضغط. اشرب الماية. او شفت الماية. ابتدت تسمح بدخول الماية. من برا لايه? لجوه. ده كلامنا مين? اش ما يعني مبرا لجوه? ما هو برا عندي? يعتبر في ميا كتيرة مقرنطاً بجوه. فمقابل جوه الميا قليلة ما عطشان يا مستر. عطشان دي يعني ايه? الميا قليلة. والسوليوت. ده عالي ما احنا قلنا في البرتات اللي فاتت. فاللي حصل كده اني هنا في ميا كتيرة برا في ايه? هنا مزبق. هاي اماونت اف ووتر. وجوه الميا قليلة? هاي دي الفكر. ما هو العطشان اللي معها ميا كتيرة قليلة قليلة? اكيد ميا قليلة. وسوليوت كتير. فالفكرة في كده. فابتدى يحصل ايه? اني هنا الميا ايه? قليلة. فابتدى يحصل حركة في الاتجاه ده. اهو. من برا لجوه. ده نتيجة ايه? الاتجاه ده بتاع مين? انه ايه? بسبب ضغط الاوزموزي بداخل الخليل. يعني قصده على مين? قصدي على بتاعتي اللي فيها كتيرة العطشان. طب. دخلت الميا. ابتدت كمية الميا ايه? لسه قليلة ولا بتزيد? اكيد بتزيد. فابتدى الفاكيول حجمها يجبر. بص كلمة ايه? سابق. ابتدى حجمها يجبر. فابتدت تتحول من لو اماونت الايه? هاي اماونت. اشرب. انت عمال تشرب في ميا تشرب في ميا فكده كمية الميا اعمل ايه? يزيد. وانا قلتلك الميا اللي بتحبه بتوده. فهي عمالها تروح للسولد تروح للسولد تروح للسولد تروح للسولد. اعمال اشرب 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 اشرب. فحجم الفاكيول عمال يجبر. واحدة واحدة بيجبر عندي. اهو. طب لما بيجبر بياخد من مساحة مين? الله يفتح عليك. بياخد من مساحة البرتوبلازم. بياخد من مساحة السل. فابتدى يحصل ضغط عكسي اهو. ضغط على مين? على البرتوبلازم. بيزق. النيوكلس بيزق السيتوبلازم. الضغط ده ناتج من جوه لبرا. من جوه لبرا. من الفاكيول للمحيط بتاع حسب المياه اللي كتيره هنا. فده اسمه تورجر بريشن. ضغط الامتلاء. انها شربت اكبر قدر ممكن من المياه. فخدت مساحة كبيرة جدا. فضغطت على البرتوبلازم. اهو. فيزهر تورجر بريشن. ايه بقى تورجر بريشن اهو؟ سل كونتينت بريس انزول. مكونات الخلية بتضغط على الجدار. هو قصده هنا مين؟ على البروتوبلازم يا شاطر. ان البروتوبلازم لزق في السلول. ضغط في السلول. طب حلو. ايه اللي يحصل بقى؟ نتيجة التورجر بريشن. يظهر حاجة وللاسف عشان بتتشرحها غلط. يظهر حاجة اسمها ضغط الجدار. ايه ضغط الجدار ده؟ اهو انت تخيل بقى. انا كفاكيول شربت مية. فضغطت على البروتوبلازم. فالبروتوبلازم ضغط على السلول. فالسلول ده تمدد. صح؟ او تمدد. عند حضرتك. هي دي الفكرة. بقى سوال. فده الوال بريشن. ضغط الجدار. يبقى بوص بقى المنظر. يبقى انا عندي كام نوع من انواع الضغط. ثلاث اشكال. الضغط رقم واحد. المسبب لقصر ان الفكيول عشان. فاخدت المية. وعشان دي معانيا سوليوت كتير. وميتها اكيد قليل ان هي عشان. فسحبت المية. المية بتديت تزيد. فمساحة الفكيول بتجبر. طب الفكيول خدت من مساحة البروتوبلازم. فالفكيول بتضغط على البروتوبلازم. فظهر حاجة اسمها التورجر بريشن. ان عندك بقى فيه ضغط داخلي. الضغط ده ضغط الامتلاء. امتلاء ان الفكيول اتملت بالمية. والفكيول اتملت بالمية ده عمل ايه? ضغط البروتوبلازم. ان البروتوبلازم بتده ايه? يتزنق في السل ايه? ففي المقابل ظهر اخر بريشن. الوال بريشن. ان مين بقى بيحتوي الضغط ده كله. من تمدد عندي وتورم. الوال بريشن. اهي بوش بقى الجملة الجاية. اهي. ان السل وال ريسترينز اكسبانشن. يبتدى يعمل عملية ايه? مقاومة. يتققل مع الضغط ده. وانت لو عدت تنفخ 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 ايه يحصل في اخر بلونة? تفرع. فبيحتوي الضغط ده. يبقى ثلاث انواع متضخط. انت فهمتهم? مهمين جدا كاي كي بي. وللاسب بتشوحوا غلط ومهمين جدا كاتركات. يا خلبي لك حصة النهاردة في سؤال في سنوية عامة وعبيطة جدا. يبقى تاني. يبقى القصة ابتدت هاه اسمع صوتك. القصة الفيسيولوجيكال بي بي. فيسيولوجيكال فيسيكال فيسيولوجيكال فيسيكال. والتفاقنا هنا بي بي يعني مية. اللعبة لعبة مية. القصة مربوطة بايه? الماء اللي بتحبه بتوده. يعني بتحبه بتوده. ان في اتراكشن فورس بين مين ومين? صوليوت وسولفن. بين ملح وبين مية. بين سكر وبين مية. الفكرة هنا ايه القصة? ان الملح والسكر فين? في الفاكيول. الفاكيول دي عبارة عن ايه? زي ما قلت لك المغزن بتاع البلانتس المغزن كبير. القصة بتقولك القاتي. اني انا عندي زانق السكر وزانق الملح. قافل عليهم في الفاكيول. بالسيمي بيرميبول ميمبريم. واحنا اتفقنا مع بعض. فالفاكيول بقت عطشانة. يعني عطشانة اسمع صوتك. يعني صوليوت كتير عالي في عطشانة. فهنا الفكرة اني معها مية ايه لا? صوليوت كتير. فتعمل ايه? تشفط تشرب المية. من برة الجوة. فالمية الكتيرة برة تخش الجوة بالقسمواتي برشا. شربة المية الفاكيول تكبر في الحجم. انكريزين سايز ان براس. حسب كده حسب كده تضغط على مين? على البروتوبلازم. طب لما تضع على البروتوبلازم زهر برشا لاسمه ترجر برشا. ان البروتوبلازم اتزنق في السل وول. طب لما تزنق في السل وول. زهر ضغطة على السل ول اسمه وول برشا. انهو تمدد عندي. طبعا اهي. ديت الحتة اللي انا بقول لك عليها. الفرق بين يعني هو الضغط الناتج عن محتوى المية بمحتويات الخلية على السلوول. ما هو ده ضغط الامتلاء انها اتملت بالمية. اتملت بالايه? بالمية. زي ما قلت. هدي الفكرة بتاعتنا. انها اتملت بالمية. زي ما قلنا لعبة البيبي وببي يعني مية. اتملت بالمية عند حضرتك بالنسبة لي. هدي الفكرة. فقصة ان انت ده ضغط الامتلاء ان المية بمكونات الخلية ضغطين على السلوول. لكن ايه هو يعني عطشان. ويعني عطشان. يعني في ضغط. بسبب الايه? اهو. ان تركيز في عالي. يعني في ملح كتير سكر كتير زي ما اتفقنا مع بعض. فاهو. فإن اللي حصل? المية اتحركت. من الجنب اللي في مية كتير. الجنب اللي في مية قليل. والمية قليل يعني هتقولي طب مش فاهم. ابسطالك ببساطة جديدة قوي. تعالا نفكر فيها. انت بتقول اهو. ده السل او ده الممبرين بتاعي السل اكتف. تعالا نحسبها. العطشان هو مين? الله يفتح عليك. العطشان معه كتير. ما ده العطشان? يعني معه مية قليلة. طب بره. بره مش عطشان. بره ده اللي هو ايه? هيبقى معاه سوليوت قليل. ومية كتيرة. طب احنا اتفقنا كلمة عطشان دي يعني عنده ايه عالي ولا قليل? عطشان يعني عنده هاي. اوزموتيك بره. طب واللي بره عطشان? لا ده عنده لو اوزموتيك برشان. اتو ما تقرأ الجملة تحت كده اهو. المية تحركت منين? من الليس ميديا من اين? اوزموتيك برشان. اللي هو بره. اللي هو السويل. اهو. ده بره. ده جوه. اللي هي الفاكمل. فمشي من اللي اوزموتيك برشان اه? ما هو اللي هو اوزموتيك برشان يعني ايه? يعني مفيش ملح كتير مفيش سكر كتير. يعني في مية بس الملح والسكر وليلي. للمس بقى. هايار. ايه اوزموتيك برشان اهو. راح لللي ايه? اللي فيه تركيز اعلى في الوزموتيك برشان يعني في ملح اكتر المية اللي بتحبه بتوده ودائما بتروح اللي عنده اتراكشن فورس ايه? اعلى عنده حضرتها. هي دي الفكرة بتاعتها عند ساعة. طيب. فيه نقطة برضو مهمة. لازم خلي بالك منها. هل لازم المية تخش لجوه? ولا ممكن تخرج لبرها? فتظهر قصص. خلي بالك. بتعتمل اللعبة هنا على فرق التركيز. يعني مين اللي عطشان? القصة اللي انا شوحتها هي قصة الايديا. ان اللي عطشان جوه اللي هو الفاكيول. ان الفاكيول مسك مين? الله ينوعك مسك الملح مسك السكر. حبساهم. فتركيز السوليوتس عالي. فالقزموتيك بريشار عالي. زي ما اتفقنا. والمية وليل. في مقابل بره. حد ماسك السكر حد ماسك الملح. خلص. بره ايه بره دي السوليلي? فيش حاجة بره. عند حضراتك. فيش حاجة مسكة حاجة. عادي. من الدنيا لذيذة. مية موجودة والمالح موجودة والدنيا ايه? لذيذة. فالفكرة في كده. فانا سحبت المية وشفطت المية من بره لجوه. فالفكرة بقى في كده. طب ايه اللي يحصل بقى لو انا لعبت اللي غيرت في الايه المفاهيم بتاعت السؤال? تعال احفظك. بص يا سي. لو قال لك كلمة هيبو طونيك سيليوشن. خيبك عشان ده بنك معرفة. يعني ايه يا مستر? افتكرة. هيبو يدخلوه. انا عارف ان انا لذيذ شوية بحاول استلزة معك بس ايه? افهم الدنيا. هيبو دخول المية. افتكرة هيبو دخول المية. ركز في الجملة دي وهتفهمها. يبقى تاني هيبو تفتكرة يعني دخول. هيبو يعني ايه يا دكتور بقى? كمعنى لاتيني هيبو يعني لو قليل. طونيك يعني سوليوت. اتمنى تكون بتايت تفهمي. ركز كده فيها? هيبو يعني ايه? يعني قليل. طونيك يعني سوليوت. يعني نسبة السوليوت في المكان ده قليلة. طب هو نسبة سوليوت قليلة يبقى المية ايه? كتير. يبقى هي الفكرة في كده بقى? ركز في حتة دي. ركز في الحتة دي. يبقى القصة في كده. يبقى انا لما اجي اقول لي لو انا تخيلت الخلاية دي في ايه? هيبو طونيك. بقى الحتة دي. ركز بقى في الحلوة دي. يبقى ايه? يعني هيبو يعني لو سوليوت. يبقى السؤال بقى هنا هل المكان ده? المكان اللي انت بتحكي فيه ده? ده يعتبر بالنسبة لي. عشان. مع كلمة هيبو سيليوشن يعني محلول السلط في ايه? مليلة. معنى كده ان هو في مياه كتيرة. طب على اساس اقول كلمة هيبو ان قلتلك ان بقارن اللي برق باللي جوا. فكلمة هيبو طونيك سيليوشن يعني دخول المياه. ما هتعلى حسابه ايه فعن كده مستر? المياه هتخش هاي بو طونيك. دخول المياه. ما هتعلى حسابه يبقى اللي جوه تركيزه عالي. فمعنى اللي برا تركيزه قليل ما هو قليل من مين? قليل من اللي جوه. يبقى جوه عطشان. جوه ايه? عطشان. يعني جوه التركيز عالي. هاي. سوليوت. يبقى المياه هتخش ولا تخرج? تخش الجوه. يبقى انا بسطها لك. يبقى لما اجا اقول لك. اول ما تفهم في السؤال لو جات لك اللفظ ده هاي بو طونيك تقول ايه? دخول الميا. يبقى المياه ده. ليه بقى? كلمة هاي بو طونيك يعني انت بتتكلم في مياه كتيرة وملح قليل. مياه كتيرة سكر قليل. هاي دي معناها. فكلمة هاي بو طونيك يعني تركيز السوليوت قليل. فالمياه تخش لجوه الخليل. هاي دي الفكرة بتاني. يبقى خالبك من الحتة دي يبقى تاني. يبقى لما اقول لك هاي بو هتقول ايه? هدخلو. هاي بو دخول المياه. ليه بقى? هاي بو طونيك يعني انت بتتكلم ان الخلية محطوطة في مكان في تركيز اقل. اقل من انقلم الخلية نفسها يا حبيبي. فهمت المنظر? اهي. تعال اقولك في فيديو وكده فهمنا الاستنتاج ده وجاوبنا على السؤال ده عند حضرتك. اهي. بص الفيديو الحلو ده. ادي خلاي. اتحطت فين? فهايبو طونيك سيليوشن. هيبو يبقى معناه ايه سمعني كده? يعني هدخلو المياه. دخول المياه. وده اللي حصل فعلا. ان هنا نسبة المياه بره عالية جدا دي الهتش تو او. ونسبة المياه جوه ولهيه جدا. فمعنى كده ان جوه عطشا قوي. جوه تركيز الملح عالي. فبص بقى ابتدت ايه? الفاكيول اللي حبسة الملح الحبسة السكر. الفاكيول اللي عطشان بتاعمل ايه? تشفط المياه شايفش سحبت المياه من بره لجوه. الله بص الحلوة ابتدت تسحب المياه ابتدت حجمها ايه? يكبر. عشكاسمه اندو ازموز يعني دخول. دخول المياه عندي. فتبتدت تملى عندي. طب في حالة تانية اه بص بقى دي. هاي برررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر هايبر يعني فام بص ما بيعودش هايبر هايبر ده يعني يعني نشاطه عالي تونيك يعني سوليوب يعني انت حطيت الخلية في تركيز عالي من السوليوت يبقى المية هتعمل ايه هايبر يخرج المية هتخرج برا الخلية لاني بقيت برا اعلى من جوه والمية اللي بتحبه بتوده والمية هتروح للي عنده سوليوت كتير واظموتك برشار عالي هي دي المشكلة بقى نبوص بقى مياه هنا مسلا هايبر تونيك يعني هايبر تونيك هايبر يعني هاي تونيك يعني سوليوت يبقى هايبر تونيك يعني هاي سوليوت يعني انت الخلية دي حطيتها في مكان فيه املح عالية عندهك سكر عالي معنى كده ان نسبة المية برا ايه قليلة ماهو ملعاش حلتين معنى ما تقول لي الملح كتير كتير قدام مين ما هو اس اس سألو سوليوت وصلوه ما تقول لي الملح عالي عالي قدام مين قدام المي سكر عالي قدام ايه المية فمعنى ان هو هيبر تونيك معنى كده ان ايه ان التركيز برا عالي ايه اعلى من مين بقى اعلى من اللجوه يبقى اللجوه ده عندك ايه لوسوليوت للأسف تركيز الاملاح في قليل تركيز السكر قليل معنى كده ان نسبة المية في ايه عالية عالية فاللي يحصل المية ايه? هتخرج المية هتخرج اديك برضو مثل ايه? تخيل كده كن مسل ادي مية في المية مسل وهذي مية في المية ده ايه? الس الس اللي هو السليوشن وهنا برضو بتركيز كله لازم يكون مية في المية وهذا التركيز السليوشن. بس تعاني تخيالك كده مع بعض. تخيل معي. انا هنا عندي تسعين في المية مية وعشرة في المية ملح. قدامي هنا تمانين في المية مية عشرين في المية ملح. مين يكسب? هما في الاخر المجموعة كل مية. المية تروح لمين? هل المية عندي? هتتحرك في اتجاه العشرة واليفتجاه عشرين? الرقم الكبير يكسب. ما هو العطشان اللي معه رقم كبير? هاي سوليو. هاي اوزموتك بيرشل. فهتحرك ازاي? اهو هتحرك كده مستر. هفض من المية اللي هنا وحطها هنا. هو ده اللي حاصل. اشمعنا? عشان قوة الايه? العشرين في المية اعلى من ايه? من عشرة في المية. فافتكرها دايما في المسائل زي ما وردك. الرقم الكبير يكسب في المسائل. يعني لو جبهاش زي الحالة دي لو جبها مسألة. دور على رقم الكبير. والله يا مستر لو الكبير جوه يبقى المية تخش جوه. لو الكبير برا المية تخرج برا. جبها هايبو هايبر متخدش. هايبو دخول المية لجوه. هايبر يخرج المية لبرا. هي دي الفكرة. هايبو يعني فيه سليط وليل برا. ومية كتير. هايبر يبقى فيه سليط كتير برا ومية وليلة. والرقم الكبير يكسب. ايا كان جوه يبقى اخش جوه برا يبقى اخرج ليه لبرا. وهي دي اهي. ده الفيديو هو بقى العكس ان بقت المية اللي جوه بتخرج لبرا. ليه? اللي برا هيبر. اللي برا فيه سليط عالي. اللي برا عنده ازمتك برشار اعلى. فسحب المية. لانه ميته قليلة له ميته قليلة. ميته قليلة وملحه كتير. فبص اللي حصل حصل شرينك. او بص حصل لحاجة العم بقى مش شرينك. دي جفت تماما حصل حاجة اسمها بلازمولايسيز. يعني ما بقاش فيه بلازم يا السيتو بلازم بقاش موجود. ما هو المية الاساسية اللي هي تسعين في المية من الخلايا اختفت. بلازمولايسيز اختفاء تام عندي. هي دي بقى الصور بتاعتهم وخلي بالك بقى. انا جايبها لك عشان دي يبقى ما عارفة. ممكن تيجي ألمانسيل او بلانسيل. تعني بتجي بالبلاسيل مثلا. اهي. بص هي بر يعني يخرج المية تخرج لبرا هي بو يعني دخول المية فالله حصل ايه بص بالمنظر اديه لك امثلة تعالي نتخيل الهايبر ده مثل عندي عشرين في المية عايز دلك مسألة تمانين في المية هنا الخلية دي مثل زي مسألك عشرة في المية وتسعين في المية اتفقنا الرقم الكبير يكسب بس أني رقم كبير انت بتوصفه انا بوصف الرقم الكبير فين في السوليوت انا بوصف الرقم الكبير في السوليوت فين الرقم الكبير العشرة ولا العشرين الله يفتح عليك العشرين الرقم الكبير يكسب في اللي يحصل المية تخرج المية تخرج من الخلية فتلاقي بص الخلايا كشت حصل لها حاجة اسمها بلازمولايز مهمة الكلمة دي بلازمولايزز يعني التحلل او شرنك او شرنكن عند حضرات انجفت عند حضرات بلازمولايزز دي اخر مراحل بقى الجفاف ان هي خلاص جفت للاخر عند حضرات يبقى اللي حصل كده يبقى الرقم الكبير يكسر يعني رقم كبير بتاع السوليد ان هنا لكن هنا عالي عند حضرتك زي ما اتفقنا فالرقم الكبير يكسب ولو قال لك هايبر يخرج وريح نفسك من قصة اصلا بس الكبير يكسب طب استنى الهايبو لا الهايبو تعالي نتخيلها عاملة كده ان مسلا عندي ساعتك برضو خلي نكتب نفس الرقم ده اهو اي دي عشرة في المية كانها هي نفس الخلية تسعين في المية كأنها هي الخلية بس هنا بقى اللي اختلاف فيه يبقى هنا خمسة في المية سوليوت خمسة وتسعين في المية سولفت احنا اتفقى نهايبو دخول المية فتعالك كده بص معي الرقم الكبير يكسب لو جابها ارقام اني الرقم كبير السوليوت فين الرقم الكبير في السوليوت العشرة ولا الخمسة طبعا العشرة ده عنده هاي اوزموتيك بريشر ده اعلى من ده ده الاوزموتيك بريشتاوي اوليل في اللي يحصل مية ايه هتخش الجوة استنى بقى هنا في الحتة دي لو بلانتة وانيمال تخلي بالك ليه في البلانت في وول بريشر يعني هتملة تملة 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 بس مش لنهاية مسيرك ايه يحصل عميت تشبع ليه لان في الاخر في مين بره البلانت سيلفاكر رقم اثنين السيلول المغزن في حيطة فالمغزن مهما انكبر فاكر مهما انكبرت ومهما انخدت مساحت الخلايا ومهما انضغطت عبروتوبلازم ومهما البروتوبلازم زنق بس في حاجة بتحد الشكل اليمين السيلول فبقى ترجد مورم لكن تعالى بقى على الانيمال سيل الانيمال سيل ما في هاي السيلول ما اناهلك من الاول فقال لي حصلها تفرقع زي البلونة اونفخ في البلونة حد ما لحصلها تفرقع فحصلها عند حرك انفجار حصلها انفجار عندك فخلي بالك من السؤال ده في الهايبر كده كده المية خرجة خرجة فهي الاتنين هيكشف في الهايبو دخول الماء دخول الماء ده حاجة باتنين هي هتدخل وتورم لان فيه السيلول هيعمل فهيحد من الضخم وهيبتدي يعمل عملية عند حرارتك بالنسبة لي هيحدد حجم الخلية يا اما هتكبر لحد ما تم فجر عندي طب في حاجة اسمها الايزو الايزو ده بقى مختلف الايزو ده ايه يا مستر ده اللي جوه قد اللي بره طب ايه لا يحصل ولا هتكبر ولا هتصبح اللي داخل قد اللي خارج الله يفتح عليك اللي جوه قد اللي بره فاللي داخل قد اللي ايه اللي خارج هيدي الفكرة لكن هاي بر انا خارج لبره عشان بره الرقم الكبير اعلى بره السليوت اكتر فالقسموتك برشرب بتاعها اعلى هيبو دخول المية الجوه لان رقم كبير هو اللي جوه فالمية هتخش اشرب 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 اشفط 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 يتفرع يتبقى موى الرمى ترجد عندي اخر حاجة في الفيسيولوجيكال سابورت وهي الامثلة بتاعته امثلة سهلة جدا 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 بوس باسي الفيسيولوجيكال سابورت عند حضرتك لما جيه يتكلم عليها قالك زي ايه قالك زي عند حضرتك هاتلي حاجة زي خشاف زبيب ده دايما بيكون ايه درايت فروت يعني فاكهة مجففة مجففة يعني ايه يعني انت شال منها مين شال منها السوليوت ولا السولفن شال منها المية ولا السكر الزبيب ده شال منه المية يعني كله سكر انقعه في مي ايه لا يحصل له عطشان مليان بسكر عنده هاي الله انه اقول عليك سوليوت وهاي اوزموتيك بريشر فهيشرب المية فتلاقي زي بيبلاح حصل نفش كبر هاي دي الفكرة بتاعته يبقى هو ده اللي حصل اهي ايف يوسوك درايفروت يعني ايه كلمة درايفروت يا مي ستار درايفروت يعني مفهاش مية لوووتر بس فيها ايه هاي سوليوت فيها سكر كتير يعني هاي اوزموتيك بريشر يعني عطشانة ايه اللي هلاقيها هلاقيها مع الوقت شربة المية وكبرت في الحجم طب اول ما تكبر في الحجم عند حضرتك هتحصل ايه حاسب كده حاسبي كده تورام عندي زي دي اهو ده الزبيب شايف عند حضرتك بص قدامة بقيت ايه توجد مورامة طبعا كان نفسي جيب لك عنب بس لأسف الاسيستنت ايه ما عندهمش عنب بس يعني ايه جيبنا حاجة ما كانها كده هوريه لك هتح يا عبدائم معلش اتخيل تخيل اندي ايه عنب هتح كده احدف كده بس خلي بالك احدف يالله اقولي كأنها ترجد اه ولا يهمك انت فاهم تخيل او انا عندي الزبيبة ما لقناش فهو ده اللي جيبناه ما تحاولش فانت فاهم ايه ايه ده عندك انا بالنسبة لي انا كلها اه انا كلها ما تقلقش اعني عارف انت مركز فيها دلوقتي حمرة ولا لا هنشوف ايه حمرة ولا وهي ايه الحمرة يا بطيخة طيب انت عندك ايه كاني تخيل ما عندي زبيبة وبص بقت ايه ترجد بص ما شاء الله عليها ايه بقت مورمة بقت ايه مورمة ايه دي الفكرة امسك يا مدير لا امسك بسرعة او قاع عشان درمينها هتفشخن اه والله خلنا تمسح المكان فالمهم ايه فهي قصه في كده فانت عايزك تتخل ان انا عندي من حاجة صغيرة و ورامت شفت ايه ورامت انا هنجيب البطيخة طاني ما تقلقش يبقى ايه الفكرة بتاعتها طيب عندي مثل تاني تعالينا شوفه كده مع بعض المثل التاني بيقول ايه عند حضرتك العكس بقى طب انا لو عندي نبات جبت بوزور لسه فريش فريش يعني لسه مقطوفة يعني فيها مية فريش بيوربين جبت لسه يدوبك شجرة كده عندي طرحة وروح تقاطف منها ايه خوخة قاطف منها عند حرارتك منجأ اي حاجة عندها فاكهة او خضور والاطفل انا اطفتها دي سيبته في الشمس شوية ايه اللي يحصل له مع الوقت المية هتبخرة طب لما المية تبخرة لما كل خلايا يفس منها المية فكرني كده يا دكتور هيفس منها المية يعني مفيش فسيكل مفيش فسيولوشيكل يعني مفيش بيبي يعني مفيش مية اللي يحصل شرينك طبعا هتكش وهو ده اللي حصل عندي اهو ان لو المية خرجت الووتر لو حصلها افابوريت اللي حصل فقدت المية يعني يبقى الخلية حجمها هيصغر لان الفاكيول هتصغر فمفيش الترجر بريشل مفيش الوول بريشل طبعا خلي بالك بقى متركة هنا معنى كده ان في علاقة عكسية طبعا انت خلي بالك هتلاقي في اخر فيديو في نوتس انا هحل معاك تركات وهفاهمك تركات قبل ما تحلهم معنى كده الافابوريشن بتاع الووتر ده لي معنى في تانية سنوي كان اسمه ايه ترانس بايريشن الله يفتح عليك التبخير معنى كده ان التبخير ده حلو ولا وحش بصة وحش وحش ان فيه انفرس ريليشن علاقة عكسية بين الفيسيولوجيكل سابورت وبين الترانس بايريشن ليه لان كل ما هتبخر مية او كل ما هتفقد مية الخلية حجمها بيكبر ولا بيصغر بيصغر وكل ما تصغر الخلية معا كده انها ايه هتعتاش اكتر اني ما فيهاش مية هي دي فكرة ما تعالى فكر فيها انا دلوقتي هنا انه بدي في ايه في سوليوشن فاكر سأله كده السوليوشن ده هيبقى فيه سوليوشن وفيه ايه سولفنت اللي هو المية في الاخر بقى فيه ايه والما انبخارت فبقى فيه سوليوشن يبقى كده هو بقى ايه عطشا يبقى خلي بالك من التركة دي هي دي الفكرة بتاعته عشان كده هنا اللقطة اوعى تنسى عشان دي ترك كل ما المية هتخرج من الخلية وعادة بتخرج بانيه بسبب الحرارة تبخية وانا اتكلم عنها في التركة في النوتس ان انت عندك هبخر مية يعني هفقد الفيسوليوشكال سبوت لاني هفقد المية يبقى حجم الخلية ايه اللي حصله يزخر مفيش تيرجر بريشور مفيش في السوليوشكال سبوت بس في نفس الوقت معنى خروج المية يعني الملح بيخرج اولا الملح يخرج ملح ايقعد يا باشا انت اقفشه يبقى كده ابتدى تركيز الملح بيزيد لان كمية المية عملها ايه تقل عند حضرتك فيه برضو مثل تاني اهو ان انا اعمل ايه اجيب نبات هيربيشيوز بلان زي ما قلتلك الست بتاعت الجرجية نبات عشب دابلان راويته ايه اللي هيحصل له طبعا هتلاقي مرة واحدة ورقه بعد ما كان دابلان وهزي الوين ايه هوب فرد الورق الورق بتاعه ايه اتفرد اهو ويلتنج بركز عشان هتطلع لكام تركيز هنا نبات ايه دابلان دابلان دي يعني ايه يعني الماء في كتيرة ولا قليلا قليلا يعني اولا كده خدها معايا ما عندهوش بيبي لو فيسيولوجيكال سابوت او لو ترجر بريش ساعة كده اهو فيش مي مش مليان مي مفيش بيبي اصلا مفيش فيسيولوجيكال مفيش فيزيكال مفيش ايه مي يعني لو ترجر بريش بس استنى معنى انه مفوش مية هل معنى كده مفوش ملح مفوش سكر هل المية اتبخرت والملح والسكر اتبخروا لا طبعا ده معنى كده عنده ايه هاي سوليوت يعني معنى كده عنده هاي اوزماتيك بريش يبقى ركز في القتة دي واخد لي بالك يعني ترجر بريش عكس الاوزماتيك بريش يا مستر اهو ما احسبها مفيش مية الخلية مش مليانة مية يبقى مفيش ترجر بريش بس معنى ان الخلية مفوش مية مفوش ملح مفوش سكر لا فيها ملح وفيها سكر موجودين عنده حضرتك هاي دي الفكرة يبقى معنى كده فيها هاي اوزماتيك ايه بريش جت عنده حضرتك شربة مية اتقتن ايه بقى ترجدت يعني ترجد يعني لما تشرب المية اللي احصل الله هتورم هتورم يعني ايه فكر كده معايا يعني البيب بيه رجع لها بقى فيه مية ان فيها هاي فيسيولوجيكال ومعنى نرجع لها مية يعني ايه هاي ترجر بريشور طب المية رجعت المية لما ترجع كده هتعملي هتدوب الملح هتدوب السكر يبقى تركيز الملح والسكر ابتدى ايه يقل من النوداب ما انت كنت عطشان شربت مية لسه عطشان بنفس القدر ولا بتادي تتروي شباعت لا شباعت او مثلا يبقى خلي بالك من التركات دي قاوي ان انت عندي ساعات بص المنظر كلمة لها معاني كتيرة يعني انا معيش مية مفيش بيبي مفيش ولا فسيولوجيكال ولا فيذيكل يعني مفيش موتر يعني مفيش ترجر بس مفيش مية المية خرجت الملح يخرج يا بشر ملح محبوس يعني تركيزو ع Al طب شربت مية المية دي دخلت او دخلت طب معنى المية تخش المية دي تروح فين فياه يبقى هتبتدت تملى الاب يبقى هوايحصل ايه ترجر بريشور طيب ما اللي تخش دي هتعمل ايه؟ هتدوب الملح هتدوب السكة يبقى تركيزه ابتدى يقل يعني معنى كده الضغط ابتدى الأزموز يقل لان المية بقت موجودة متوفرة عند حضرتك فانت؟ اخر مثل في الفيسيولوجيكال سبورت ودخد ناف تانية سنوالك ما تقلقاش قردي هفاهمو لك وهو حاجة اسمها استوماتا الاستوماتا دي كانت او الثغرات اللي موجودة على سطح الليف وده المسؤولة عن عملية الجاز بين الاكسوجين والكاربون داكسايت وهي كمان من خلالها الووتر بيبور بيخرج واخدنا حاجة اسمها استوماتا ترانس بايريشن قبل كده منها دي كان ايه عامل زي مسامات سي كده وانت بتتنفس فتحات بتعمل بينها جاز اكس اتشينج فبيقولك ايه؟ الابنينج والكلوزنج بتاع برضو الاستوماتا مسؤول عنها في السلولوجيكال سبورت وفهمك ازاي؟ اولا الاستوماتا انا بقول لك هي اوبنينجز عشان بس انت فاهم؟ عندي فور جاز اكس اتشينج من تبادل الغازات عن دي ساعتك عشان بتنساش دي مهمة قوي طب القصة بتقول ايه؟ بص الفتحة نفسها اسمها استومات شايف ده؟ اهي دي دي الفتحة على جناب الفتحة في حاجة اسمها ايه؟ جارد سل شايفة كده؟ اهي اللي مفلقة نصين دي شايفة؟ اهي دي دي اسمها جارد سل اهي القصة بتقول ايه؟ القصة بتقول لو انا عندي ملح كتير والفاكيول مليانة بالمية عشان شربت المية فالفاكيول حجمها كبر فبيقولك لما الفاكيول بتكبر عندي في الجارد سلز فبتاخد مساحة كبيرة من الخلية فبتخلي الخلية تفلق تكبر في الحجم الجارد سلز يكبروا فلما الخلية دي بتكبر في الحجم فبتخلق سبيسز بينهم انتر سيلر سبيسز المساحات البيانية دي اسمها ايه؟ هي الاستومات فاللي بيحصل كده ان الجارد سل بتاعتي لما بتكون ترجد ترجد يعني مورامة يعني مليانة بالمية يعني فيها زي ما اتفقنا كده ترجر بريشر بتفلق شايف؟ بتفلق اهي؟ فلق اي مين؟ فلق اشمال ليه؟ كبرت قوي في الحجم؟ جدا جدا وفي نفس الوقت خلقت مساحات بينية ده لو انا معايا ايه؟ المية اهي مية موجودة اهي لو المية موجودة في الجارد سلز يبقى معنا كده ان الاستوماتة مفتوحة طب لو حصل العكس لو المية قلت لو هنا بقت عند حركة حصلها شرنك لو المية قلت تبتدي كل خلية من دول تفس منها الفيسيولوجيكال تفس منها الفيزيكال مفيش بيت فيش مية بتحاج مية يصغر في ليه حصل اللهم؟ في اساساساس فلق اي اتن الي يحصل لهم يضم على بعض فالستوماتة تتقفل وهو ده الله حصل ان هنا في حالة شرنك لا ترجر بريشر ما فيش ضغط اصلا بث الصورة لاني ما فيش ايه ووتر المية مش موجودة عندك فكشت فضمه على بعض وخلي بالك دي ميزة حلوة جدا لبقى لان الجو لما بيكون حلو كلمة حلو يعني مفيش تبخير فتعالي نحسيبك ده ما عاد فكر معا النبات الجو حلو فما بيبخرش مية فبقى المية اللي عنده كتيرة فالجارسلز بقيت مفلقة فبقيت الستماتة مفتوحة الجو حرر فابتدى فقد المية الله يفتح لكي زيت فإيه اللي حصل للجارسلز بخرت مية فبسرعة قفلت ضمت في الس مية ضمت على ايه على بعضها تفهمت يا شباب فاصل وتعالي ناخد اخر حتة في حستنا ورجعنا لكم يا داكاترة وفي اخر جزء في شرحنا واخر عنوان عندنا في حستنا وهو طيب إيه اللي انا شايفه كطالب لدكتور مينة حنف كطالب بيفكر في الصورة دي شايفي القلب بتاعك اللي بتنطة طيب إيه اللي انت شايفه كلمة جاي من كلمة ايه أيوة جاي من كلمة يعني يعني بتتكلم على تركيب مركب كيميائي عشان كده دا بنسميه كيميكال ميثود يعني دا مزايا البيبي لا مزايا البيبي يا باشا فيسيكال فيسيولوجيكال إنه حركة المية لكن هنا دا دا مركب من مركبات الخالية عند حركة طب انت قصد إيه في الخالية الحاجة اللي جوه الخالية اتصنعت في الخالية عشان تديها قوة الله يفتح عليك كلمة ايه كده أنا مبروزها لك سيلول يبقى احنا في بنبص على حاجة واحدة بس اسمها سيلول والسؤال بقى هنا مين عمل السيلول هاي دي اللقطة بتاعي عشان كده خلي بالك بقى من اللقطة الفيسيولوجيكال ببي يعني مية ممكن يبقى في مية ممكن يبقى فيش في مية ممكن ما يتخش ممكن ما يتخرج الفيسيولوجيكال تمبرارلي مش ثابت لنه بعتمد على حركة اتجاه الايه مية او امتلاء بالمية ممكن ما يتخش ممكن ما يتخرج لكن تفاق الكيميائي يعني في نتيجة ثبتة يعني فيش حاجة اسمها الخشب بكرة هيبقى بالنسبالي خشب بتاع الكورسي هيبقى مثلا مكتب المكتب لا يقولك انا هبقى نفسي يطموحي يبقى سرير فيش كلام ده ثابت الشجرة ثابتة الخشب ثابت السيولول ثابت هيلي الفكرة عشان كده هيدي اللقطة فخلي بالك الستراكشل سابورت انت بتوصف السيولول ده فيسيكال لا ده كيميكال ده تفاعل كيميائي ده مركب كيميائي يا مستر موجود موجود فين في السيولول او ممكن يبقى على السيولول اللي فيه اضافات زي ما نعرفنا هي مش بس اللعبة لعبة سيليلوس ده فيه حاجات تانية هنتكلم عنها وهي دي الكصة كانت بتاعت الستراكشل اهي ان كل اللي قاله في الاستراكشل ايه كصته هنا بقى عندك ما عنديش بقى فاكيول وعطشانة وهاي اوزموتيك بريشر وهاي سوليوت والمية تدخل من بره الجوه تم لا تعمل ترجر بريشر حسب كده حسب كده الفاكر بتكبر بتضغط على سبروتوبلاس بروتوبلاس بيغبط في السيولول السيولول بتعمل ترجب بتورم بسبب لأ هنا الموضوع عصم كده هو السيولول يا موجود يا مش موجود وعادة في البلانس اللازم ايه موجود هو في بلانس اللي ما فيهش سيولول الله يفتح عليك يبقى خلي بالك يبقى طب يلعب على السيولول ودي حاجة يعني ما ينفعش يقول لك مش موجودة ينفعش يقول لك ممكن وممكن دي بزال في السيولول كان لقول لك هايبو ولا هايبر فيش ولا هايبو هايبر مالي السيولول لازم يكون موجود تكلت الحلقات هاي دي الفكرة يبقى الفكرة ان البلانت سابورتد باي ايه بص الحلوة دي بوزيشن وضع مواد كيميائية مركبات اون اور اين زي ايه سيولول انا هنا بتكلم على مركب مكون في الخلايا اسمه السيولول على عكس الفيسيولوجيكا الفيسيولوجيكا انت كنت بتكلم على ايه على الميا اللي فين في الفكرة اللي ضغط على مين على البرتوبلازم المياه اللي موجودة في السيل واجن عام عش كده خلي بالك انت في بتخصص حاجة واحدة ما بقولش بروتوبلازم ما بقولش نيوكلس ما بقولش سيتوبلازم ما بقولش باكرة ما بقول ايه سيل وول وفي خلايا بلان سيل ما فالسيلوول لا فيها بيرمنت لكن الفيسيولوجيكا ارجع كده للفيديوهات اللي فاتت لا انت بتاعدها ايه يعني يعني حركة المي اندفاع المي وده اصلا في حد ذاته فيه ميا مفيش ميا انا معرفش حسن ممكن تبقى هايبو او هايبر ممكن تبقى فيه ترانسبيريشن تبخير او مية ايه انا شعرفني هي دي الفكرة بتاعتها عش كده هو دايما في السيلوشكال يعني لو فيه ميا او مفيش ايه ميا عادة الميا اللي انت بتكلم عنها بتشمل الخلية بوجه عام مش حتة معينة يعني بترجر بريشن لما اثر اثر على الخلية كلها هي دي الفكرة لكن هنا انا بتكلم على السيلوول عندي السؤال بقى هنا ايه الحاجات اللي حطت في السيلوول او على الله يفتح لك السيلوول عندي تعال اعرفك بيهم اربع حاجات وتغنيهم معايا كده واسمع صوتك سلولوس سوبرين كيوتين لجنين اسمع سلولوس سوبرين كيوتين لجنين تاني سلولوس سوبرين ايا كانوا سلولوس سوبرين كيوتين لجنين اسمع سلولوس سوبرين كيوتين لجنين سلولوس سوبرين كيوتين لجنين اربع حاجات الاربع دول بيشكلوا معايا حاجتين في السيلوول يا السيلوول يا يعني هو في حطين اه كده كده السيلولوس موجود في اي خلية نمات ده المكون الرئيسي للسيلوول ده اسمه الجدار الاساسي او الاول الاول يعني اول جدار يتعامل ودايما السليلوز متنسوش بيرميابول يعني يا مستر بيرميابول بيحب المية بيعدي المية حتى كنت دايما نقولك جملة حلوة سليلوز الايه من تانية سنة وانت طالب عندي سليلوز اللزوز بيحب المية بيعدي المية فبيرميابول يعني بيعدي المية يبقى خلي بالك يبقى البرايمر يقول سليلوز اللزوز اللي بيعدي لايه المية بسهولة لكن في اضافات عليه بقى سوبرين كيوتين لجنين واحفاظهم كويس عندي بنوتة حلوة اسمها سابرين مزة وامورة كيوتين جمدة ولبسة لجنين الله يفتحها لك الثلاثة دول اضافات على السليول يعني دول بيبقى اضافات دول بقى بنول عليهم ميقيم بيرميابول عادة ما بيسمحوش بمرور المية بيقطعوا المية في الطريق ده ما بيحبش المية ما بيعديش المية يبقى تاني يبقى القصة باختصار يا دكتور مينا انا اللي فهمتك القاتي ايه بقى ان الاستراكشور سابورت يخص حاجة في الخلال اللي هي السلول وهنا الاستراكشور سابورت ده حاجة سابتة مادة سابتة ان كانت سيلوز سوبرين كيوتين لجنين واللي فهمتوا منك ان كده كده الاربع دول في منهم عندي السيلوز سابت ما بيتحركش ما بتغيرش وده موجود في كل خلال وهضيف عليهم ممكن احط كيوتين ممكن احط سوبرين ممكن احط لجنين بس الثلاثة دول اضافات ميزتهم في ايه ان هما امبرميبول سيلوز اللذوز بيعد الماء لكن الثلاثة دول ما بيعدوش ليه الماء السؤال بقى لما اللي اربعة دول كوليكشن ده يحصل ايه ميزتوا يعني ايه ميزة ان يبقى عندي سيلوز كتير او قليل ايه ميزة ان احط على سيلوز لجنين طب احط كيوتين طب احط سوبرين الميكسات دي هتعمل ايه بص بقى الوظائف قال لي اول حاجة ودي كميزة ان هتخلي الخلية قوية كيبزة سيلوز سترونجر الخلية بقت صلبة تخيل انت بدل ما عندي جدار بقى عندي اتنين برايماري وسكندريول متخيل بدل الحطة حطين فده يخلي النبات يبقى ايه اقل طب ادي ميزة ايه تاني بش انت لسه قال لي في منهم بيمنع مرور المية اه كما هم ممكن استخدمه في الحفاظ على المية بتاعت النبات ان النبات ما يبخرش عمال على بطال ايه ده ده انت ملنك فيسيولوجيكال ما عستقش امونك ليه هو احنا مش خدنا حاجة اسمها كيوتين قبل كده طبقة الشمع فاكر طبقة الشمع اه فاكر طبقة الشمع طبا هي دي احنا خدناها قبل كده طب هالقصة برضو ايه في كده ان ممكن ممكن ودي هنفهمها قدام بالذات هنلنك ان نبات ما يبخرش عمال على ايه على بطال مش فيه حاجات كانت ده سيبك من كل ده مش انا قلتلك ان فيه قصة مقناعة هو مش السلوول ده الحيطة دي برا الخلية واللي برا بيحمل اللي برا بيحمل ايه اللي جوه كيب زا انترنال بلانت ايه تيشو يعني هديك تخيل بسيط عند حضرتك معلش عبدائي ممكن تديني الحلوة دي هديك تخيل بسيط في الحيطة دي بص كده مع ايه اهي البطيخة دي عن ساعتك بص اللي كده عليها انت بص من برا ايه صلبة من جوه مهلبية حمرة من جوه هشة فكده اللي برا حمل ايه اللي جوه بص انا بخبط عليها زي صلبة قوي صحة ولا غلقت اه صحة اللي جوه شايف العصير اللي جوه الخلاية اللي جوه الهشة دي اللي حصلها يبقى هي اللعبة في كده يبقى هي دي قصة يبقى عند حضرتك فكرته ايه بقى ان انت بتكلم على مواد مركبات موجودة في الخلية في مكان معان اسمه السلول والمكان ده عند حضرتك سابت يتغير ودايما عند حضرتك كيميكال مش فيزيكال انت انت تفعل كيميائي وده هم اربعة اللي هم مين سمحهم كده معايا سيلولوس سوبرين كيوتين لجنين اسمع السودة سيلولوس سوبرين كيوتين لجنين الله يفتح عليك واخيرا اتفقنا وجود الاربعة دول ساعدوا في ايه السيلولوس بيرميب يعد الماء طب والكيوتين والسوبرين لجنين ام بيرمول ساعدوني في ايه خلوا السل بقت سترونج خلوا عند حضرتك في منه ام بيرمول محافظة على الماء بص العصير اللي جوه بطيخة دي انت بك ايه قاعدة على الارض كده عندك هل ايه كفت هل كشت ولا لسه بصلابتها اهي كلها عصير من جوه اما هلا بيانعرف انت دلوقتي ايه هتقوم تشرب عصير في ايه خدتك والبطيخ فالفكرة في كده لا هي محافظة على العصير للجوه ومش بس كده محافظة على الخلال ايه اللي جوه عندك مسك عبداني هتحسب عليها لو وقت فهي الفكرة في ايه في كده عند ساعاتك يبقى هي القصة اللي لازم تخلي بالك منها النقط دي طيب قبل ما نفهم اكتر امثلة الستركشن السبورت هو خلص هو عبق جدا لازم ارجع لمعلومات من اولى سانة وين وموجودة فين في الخزوق الجميل بتاعنا بنك المعرفة بلانت تيشو احنا خدنا سيمبل بلانت تيشو يا شباب من اولى سانة ما تتخضش عن الرجاحة مع بعض ناخد المهمة بتلاقش ايه بقاها بارينكايمة كولينكايمة سكالرينكايمة طيب التلاتة دول بنسميهم حاجة اسمها السيمبل بلانت تيشو التلاتة انواع دول زهروا نتيجة ايه نتيجة الاختلافات في السلموني يعني كل خلية من دول لهم شكل وليها درجة من القوة والمرونة بسبب السلول بتاع مش دعو بالماء خلص اول نوع منهم البارينكايمة البارينكايمة سيلز هي اكتر الخلايا انتشار خلية بسيطة جدا جدا بيضاوية خلي بك عشان تيكتر في المتحانات شكلها الخلية البارينكايمة دي فيها السلول اولا مفيش خلية مفاس سلول يعني كلهم عندهم ايه سلول عشان بس ايه بس السلول ده رئي رفيع فيه سللوز قليل يعني لما اجا اسألك فيها سلول اه فيها سلول بس السللوز قليل احفظها كويس قوي فما بتتحسبش علينا ايه ده ما بتتحسب علينا الى مؤخذة مستوى بي 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 مية اه بتتحسب علينا فسيولوجيكال الله يفتح عليك لان هي بتبقى تورجد مورمة هي بتبقى بيضاوية فافتكيرها كده بيضاوية يعني شبه البيضة يعني منفوخة فخلي بالك فادي بتتحسب فيسيولوجيكال شوف هراكستريكات فاي صورة هتيجي تبع النبات هتلاقي الصورة بيضاوية او هيقول كلمة بارن كايمة وفيها بي 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 يعني مية خلصت يبقى دي كده مين يبقى دي كده عند حضرتك بالنسبالي الفيسيولوجيكال طب ليه ما تتحسبش لان الجدار بتاحها مش قوي مارين فيها سيلوز ايه؟ فدي بره اللي يعني طيب تعال بقى على مين رقم اتنين كولين كايمة افتكرة كولين كايمة سي كولين كايمة سي دي في ايه؟ الكورنرز ويز سيليلوز سي 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 دي عند حضرتك ايه؟ او سي كولين كايمة سي كورنر سي سي سيليلوز فهنا افتكرة سي 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 ايه السي سي دي عند حضرتك؟ كولين كايمة سي سي بص الصورة هتلاقي في الصورة الكورنرز شايف المنظر؟ الجوانب بتاعتها غاليظة الكورنرز بتاعتي مليانة ايه؟ سي اهي؟ عند حضرتك ودي تعجبك قوي تاخد وتدي بشكل ودي دي تلعب معك لعبتين هتقول لي لعبتين اقولك اه اولا عند حضرتك عشان بس تبقى انت رابل فاهم وركز في التركة دي اوي اولا عندي ساعاتك هي فيها سيليلوز فهي فيها بس السيليلوز بيحب الميا يعني هي فيها ايه؟ فيسيولوجي كلام يعني هي عصفلين بحجر اه عصفلين بحجر اه عصفلين بحجر فخلي بالك منهم يبقى تاني شوف انا بقى مشي معك تركات ان انت بسبب السيلول وانواع المواد اللي اترصبت ان كانت عليه او فيه وبسبب اختلاف المواد في السيليلوز لزوز و بحب الميا لكن السوبرين كيوتين لجنين ما بيعدوش الميا بسبب الكلام ده حصل اختلاف انواع السيلز حسب السيلول فيه البارينكايمة اكتر انواع الخلايا انتشار بس اضعفهم لان السيليلوز فيها ايه؟ قليل وبي بي 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 يعني ميا فيسيولوجي كل بارينكايمة بارينكايمة ودي هتليها بيضوية والجدار بتاعها خفيفة لكن الكولينكايمة سي 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 في القلب سي سي دي ايه بقى ميستر؟ كولينكايمة كورنرز سيليلوز انا بحاول ابسطلك الدنيا قوي الدنيا حلوة وسهلة جدا متقلقش ايوا ايوا ميستر يبقى انا حفزتها يبقى بي 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 بارينكايمة في السيلوجيكال وسي سي في القلب هتقول ايه؟ كولينكايمة سيلوز واتفقنا تاخد وتدي بشكل ودي هتضرب عصفرين بحجر مين هم؟ الستراكشل والايه؟ والفيسيولوجيكل ليه؟ فيها سيلوز كتير والسيلوز بيحب المية يبقى فيها فيسيولوجيكل وستراكشل مع بعض طب تعالى بقى على تالت واحدة سكالرينكايمة تالت واحدة سكالرينكايمة اس اس هتقولي اس اس دي ايه؟ اس اسكالرينكايمة اس سترونغ اقوى انواع الخلايا اقوى انواع الخلايا ده بالبلدي كده؟ الخشب طب ايه كسة الخشب؟ ليه هي اقوى انواع الخلايا؟ ليه هي قوية؟ قالك اصلي قلبها ميت قالبها ميت؟ اه ولو قلبك مات مجيش على اتنين اخوات ايه يا مستر كلام التكاتج؟ ده سيلوز والجنين يا باشا ده كلام بيولوجي ده كلام بيولوجي الحرق للأحياء اكتبها كده لوجو يبقى الفكرة في كده يبقى القصة في كده حفاظها ان السكالرينكايمة هي ميكس بين حقتين وهي ميتة هي ايه؟ ميتة ليه ميتة؟ لان السيلوز تحط عليه مادة صلبة لكن مادة بتفتقر للمية ما بتعديش المية فالخلية اللي جوا مبقاش فيها مية فالخلية ايه؟ ماتت يبقى تاني يبقى السكالرينكايمة سترونج يبقى السكالرينكايمة سترونج طب وهي قوية ليه اصلي قلبها ميت وقلبها ميت ليه لو قلبك مات؟ مجيش على تنين اخوات اني سيليلوز ومين؟ طب السؤال هنا بدل المادة تنين يبقى دي اس 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 السكالرينكايمة سترونج سترونج او ماتخدش هادي الفكرة اللي انا فهمت عليك عشكده فهمتك الحتة دي يبقى البساطة السليلوز السوبرينكيوتين اللي جني واحفزناه في اغنية افكرة كده معايا السليلوز سوبرينكيوتين لجنين اللي اربعة دول ها مين بيرميبول فكر كده معايا ايوه السليلوز مين امبرميبول افتكر معايا هتقوليا سوبرينكيوتين لجنين واتفقنا مع بعض ووجودهم ده قوة لخلية وجودهم حافظ على الماء اللي فيه مواد إمبيرون وجودهم اللي برا بيحمي اللي جوه اتفقنا فيه ثلاث أنواع من الخلايا بسبب الترصبات بتاعت السلول برينكايمة بي بي برينكايمة بي يعني مايا في السيولوجيكال برينكايمة فيها سلول فيها سلول بس ضعيف سلولوز قليل كولينكايمة سيسي في القلب سيسي كولينكايمة كورنر سلولوز تاخد وتج دي بشكل ودي وتضلع في عكتين سلولوز كتير وبيحب الميا بيعديها يبقى في السلول شكول ستراكشل سكالرينكايمة اس 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 سكالرينكايمة سترونج طب وهي ليه قوية ليه سترونج أصلي لو قلبك مات ما تجيش على اتنين إخوات اللي هما من سلوز ولجنن طب اس اس دي سترونجي ستراكشل عندي وهي دي الأمثلة اللي مذكورة في الكتاب ولكن احنا خدناها بطريقة سهلة وبسيطة عشان نعرف نتعامل مع السؤال اهو هما دول الأمثال يذكرون في الكتاب بالأربعة قادي السلولوز رقم واحد قادي اللي جنن رقم اتنين قادي الكيوتي رقم تلاتة وقادي السوبرن رقم اربعة واقفهمك كل واحدة السلولوز هلاقي فين السلولوز واضح هلاقيه واضح موجود في الكولنكايمة وموجود فين في السلولوز رقم ايه ده فين البارنكايمة ما بحسبهاش استراكشور اصحى انت كاتب هنا كلمة ايه استراكشور مش كاتب في السيولوجي كان البارنكايمة بي بي في السيولوجي كان لكن هنا استراكشور اني قلنا سي سي فاكر في القلب وسكالرينكايمة اس اس استرونج استراكشور ولو قلبك مات مجيش على اتنين اخوات اللي هم مين سلولوز وليجنن اهو عادة السلولوز في حد ذاته ايه لسه بقول لك او بيرميبول بيحب المية بيعمل ايه بيحب المية مين اكتر خلية من الاتنين فيها سلولوز ما احنا قلنا سي سي كولينكايمة كورنر سلولوز طب السلولوز بيحب المية يعني بيعد المية بقى ايه تبقى ليفين يبقى لما اجا ذاكرها اهو يبقى انا السلولوز بيرميبول السلولوز كتير فين في الكولينكايمة السلولوز سمح بايه سمح بان المية تخش والخلية حية طب الليجنن دا السكندري وول ما دا مش الجدار الاساسي فبيكون في غلاف الايه في بطانة الايه الجدار الاساسي طب دا ايه بقى منتشر فين لو قلبك مات ما تجيش على اتنين اخوات اسكالرينكايمة وده ما بيعديش المية ما بيحبش المية مش بيحب المية طب ما كده الخلاة دي تبقى حية ولا ميتة الله يفتحها لك ميتة في منه شكلين عشان ما تتخضش في حاجة اسمها الفايبرز الفايبرز يعني الالياف عارف زي الزايلام والتراكيز الياف خيوط الزايلام والخيوط التراكيز وممكن يبقى في شكل ستونسلز خلايا حجرية عارف زي مين خلايا الحجرية دي زي بالزبط القشرة اللي على البزرة يا فاكرة ببطي خلا احنا عملين حدفها دي طول الحصة البزرة دي مش عليها قشرة غالظة هي دي فخلي بالك الفايبرز دي بتكون الياف اللي موجودة في الزايلام والتراكيز اما الستونسلز دي اللي بتكون على السيد كوت جدار البزرة ودي حماية للجنين اللي جوه يبقى تاني اشوف بقى المنظر من الاول دي يبقى السليلوز كستركشور موجودة في الكولينكايمة والسكالرينكايمة وسيسي في القلب واس اس منتشر فين اكتر في الكولينكايمة وعادة هو برم يقول بيحب الماء عشان كده هي ليفنج لان جوهها ماء فهي حية فيها بروتوبلاسة لكن اللي جنين عند حضرتك ده في البطانة ده مش الجدار الاول الجدار التاني منتشر فين في السكالرينكايمة الميتة طب وهي ميتة ليه عشان اللي جنين ما بيحبش الماء واتفقنا هنا لو قلبك مات ما تجيش هاتين اخوات سيلوزوي ولي جنين وهي نان بيربول في منها شكلين في ممكن الاقيها على مدار النبات كله في الظلم والعندي الظلم ده اللي مسؤولة عن انه يرفع الماء الفوق او يحافظ على الماء او الاقيها على جدار السيد طب في بقى الكيوتين والسوبرين طيب الكيوتين ده مش احنا مش اول مرة نتعامل معاك الكيوتين ده اللي هو طبقة الشمعة طبقة شمعية بتكون على سطح الخلايا او على سطح او الجدار النبات النبات مش عايز يبخر طب فدايما زي الصبار عليه طبقة ايه شمع بس خلق لك ده مش موجودة على كل نباتات يعني نبات زي اللوديا نبات عاشف الماء هيحطها على طبقة الشمعة ليه ده حواليه ماء يبقى كوة كده ايه هو هيبخر ماء من دهوف ماء يعني خليك زاكي ما تستغباش هي في النباتات الايه على الارض التريستيال بلانت ليه ده نبات سهل يبخر ماء فدايما بيغطي سطحه بعازل لكن نبات عاشف الماء فهو عايز كده كده هو حواليه ماء فهو عايز الماء اللي حواليه فيه دي الفكرة فدايما هي موجودة فين؟ في الوال أوف ايبيديرمز ايبيديرمز ده اللي هو السطح او الخلاقة السطحية بيبقى اشرع عليه وده عادة مش موجود غير في السطح بس زي ما قلتلك ده مبيرميبول ما بيعديش الماء ولكن الغريب في القصة انت كتب ان الخلاقة دي ايه؟ طب زي مبيرميبول لانه بيغطي الخلاقة من سطح واحد اللي هو السطح الخارج يا الله يفتح عليك يعني هلاقيها كده بص المنظر ادي الإبيديرمز هيا بص المنظر فين الكيوتين؟ لو الكيوتين كانوا حوالين الخلية داير ميدور كان الخلاقة ماتت كان الخلاقة ماتت لانه بفيش ماء تخش لها لكن هو دايما في الايه؟ على السطح الاوتر سيرفيس لكن الخلية نفسها بيوصلها مية من جوا من تحت فهي دي الفكرة خلي بك يا تركة فهو مغطي بس السطح السطح عشان كده على الرغم من المادة دي ما بتحبش المية لكن الخلية حيال انها ما بتحبش المية من جنب واحد ودي ميزة تانية عشان كده الكيوتين لدور مهم هنا هو مش هقدر قول منع المية هقدر قول انه ايه؟ الله ينورك حافظ عن المية انه مقدرش اقول مناعة زي اللجنة فخلا خلايا ماتت هو هنا حافظ على المية بتاعتي هادي الفكرة بتاعت انه موجود في جنب واحد فالمية عندي هتخش الخلايا عادي جدا بس مش بسهولة تبخر لبرا طب ايه بقى قصة السوبرين؟ السوبرين ده يا دكتور الخشب اللحاء دايما يا دكتور النباتات الشجرية عايز اديك تخيل لو انا فبقى عربية وروح تدخل في شجرة ايه اللي يحصل العربية؟ هتتبهد هتتقص طب والشجرة ولا حاجة ليه؟ السوبرين ده بيكون عندي في الكوركلاير اللي هي طبقة الفل او القشرة اللي برا هتتغطيش في جنب هي بتغطي كل الجوالب فطبعا الطبيعي اني هنا هتبقى حية ولا ميتة؟ طبعا ميتة عندي يبقى دي القصة بتاعتهم يبقى الامثلة بتاعتهم هما الاربعة تاني سريعا لو حبيت اذاكرها يبقى القصة كالقاتي يبقى السيلولوز عادة موجود في كل خلايا النبات PER nuovo Executive طب البلنكايمة checking يعني مية Tik empire كده كده السيلوز بيحب المية برمي بى فهي كده كده حط عليها asma Batt�� والليجنن هو الطبقة رقم اثنين عند حضرتك بس الليجنن بيمنع دخول المياه فالخلية بتموت متت ليه عشان حاكتين سيلوز و ايه وليجنن ودي عند حضرتك اتفقنا اس اس سكالرين كايمة سترونج قوي جدا الكيوتين هو ممنعش المياه هو حافظ على المياه اش معنى انه بيغطي سطح النبات من جنب واحدة اللي هو السطح الخارجي طب وقيت الجناب بيخش لها المياه فهو حافظ على المياه هذه الميزة ومعنى كده ان الخلاة دي ايه حية ومعنى كده ان هو بيلعب او بيساعد على الفيسيولوجيكال سبورت السوبرن الخشب ما بيتغاق ما بيتكسرش الخشب ما بيتينيش خشب قوي السوبرن بيكون موجود في اماكن معينة زي الستام بتاع مين بتاع النبات الخلودي بلانت الكوركلير وده امبرميبل وده بيغطي جل الجوانب فبيمنع برضو المياه فبالتالي جزء ده بيكون ميت عندي اخر حاجة في حصتنا اهي ان انت عند حضرتك دي بقى الصور بيكون ميت عندي بتاعته مين في الاربع عمس اللي ينفع يبقى مين ينفع يبقى الفيسيولوجيكال ومين ينفع يبقى اللي اتنين علما باني بص بقى المنظر الفيسيولوجيكال ايه تمبرارلي تمبرارلي يعني مؤقت ليه مؤقت ما هو بي بي فيسيولوجيكال فيسيكال وببي يعني مياه احنا اتفقنا لكن احنا اتفقنا ايه بيرمننت ليه يا باشا ده كيميكال تركيب كيميائي واتفقت معك اتفاق اه اس اس سترونج 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 عندي وده عادة كيميكال تركيب كيميائي يعني سابت يعني مش هكسب انه يتغير عند حضرتك طيب قال لي مين فيسيولوجيكال بي 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 بارين كايمة فيسيولوجيكال دايما هلاقي ايه شكل ايه اوفل شيب شكل بيضاو زي ما تشايف كده عند حضرتك هنا الخلية ليفينج طب المادة اللي محطوطة على سطحها اوعى تقول لي سيليلوز بص شايف انا عاملي تقول سيليوز اوعى كخ نوتي اوعى تقول سيليوز ما بيتحسبش ان سيليوز قليل ضعيف طب مين بقى بيتلعب الاتنين مع بعض مين بيدرب الاتنين او بيكسف الاتنين اول واحد بياخد ودي بشكل ودي دي بتلعب الاتنين مع بعض طب الكولين كايمة سيسي سيسي في القلب ودي ايه مميز ان الكورنرز كورنرز مليانة ايه السيليلوز والسيليوز عند حضرتك لزوز بيحب المية عندها طب ايه تاني في حاجة ممكن استراكشل وتلعب عالمية اهو الكيوتين والكيوتين كنا لقيناه فيين في الابيديرمز اهو انه بيغطي النبات من سطح واحد اهو واحد ان المية بتخش للخلية من جوه بس ما تخرجش البره بيحافز على المية اللي جوه الخلاية وده عشان مغطيها بسطح واحد يبقى خلي بالك يبقى لو قال لك ابيديرمز لو قال لك ابيديرمز شوف انا باكد المعلومة اهو يبقى ده ايه يبقى انت بتلعب عالكيوتين ودي لو قال لك يبقى سيسي في القلب عند حضرتك وبرضو طب مين بس يعني 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 ميتة واحد احنا اتفقنا الله يفتح عليك الكورك سيلز الكورك سيلز الكورك ده بسبب مين الخاشب السوبرين وده نون ليفي ميتة انه قد بيرمز ومين تاني السكالرين كايمة اس 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 سكالرين كايمة اس استرونج اس استركشن ولقلبك مات ما تجيش على اتنين اخوات وهنا سيلوزو عليها مين الله يفتح عليك لجنن ودي برضو ميتة ان كان فيبرز او ان يبقى خلي بالك منها طبعا ده الخشب اهو عند حضرتك ما تنساوش ودي طبعا هيشاف فاضية من جوه ودي فاضية من جوه يبقى قوعة تنسى الجدول ده مهم جدا وتابع بنك المعارفة وهي دي الفكرة وبكده بيكون مفروض والبلانت اصلا انتهى وبيكون خلص يبقى خليك بالك تاني نرجح بقى سنة عشان هو ده الفيديو المهمة او او الحتة المهمة يبقى تاني يبقى انا عندي اربع مين سيلوز سوبرين كيوتين ليجنين السيلوز بيحب المية السوبرين والكيوتين ليجنين ما بيحبوش المية عندي نسابهم اختلفت خلقوا الثلاث انواع من انتيشوا الفيسيولوجيكال هو البرينكايمة بي بي ما اللي يجدعى بيه الكلينكايمة عند رحك ياخدوا ايدي بشكل ويت دي سي سي في القلب كورنرس سيلوز وده كده كده بيلعب اللعبتين عندي الفيسيولوجيكال والستركشل اما اس 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 كاللينكايمة سترونج ستركشل قلبها ميت سيلوز ويه ولجنين اتفقى انا خلي بالك من عند حضرتك مين فيسيولوجيكال بس هتقولي عند حضرتك البرينكايمة سيلز مين استركشل بس اس اس اللي هو استركشل يعني سترونج يعني قلبه ميت اللي هو السكرينكايمة الكورك سيلز عشان السوبرين والجنين مين مسك العسام للنص قلتلي وردت علي اللي ياخد الدنيا ايه ياخد ودي بشكل ودي الكولينكايمة اللي سي سي كورنر سيلوز والكيوتين موسيسي اهي الكيوتين اللي هو مين اللي حافز على المية مش مانع ندخل المية لانه موجود من جنب واحد وده موجود بس في نباتات الصحراوية وبكده بنكون خلصنا الحصة ولكن عند حضرتك خلصنا الشرح بس في حاجة حلوة بقدمها لك جميلة وهي ريكاب ايه رأيك نلم الحصة كلها الساعة ونص او الساعتين دول في خمس دقائق فاصل خد بريكك وضب دنيتك اسمع يا باشا بقى ايه خد اللي بوسة تعالى نسمع ريكاب فاصل وارجع لك التج وارجعنا لكم واخر راجعة وتعالى بقى مع بعض اللي بوسة خد اللي بوسة الركاب ما تيجي نلم الدنيا ببساطة انا عايزة لم الدنيا كلها في خمس دقائق ايه رأيك تعالى نعمل احلى ركاب على احلى عيونك بص يا دكتر احنا اتفقنا ان احنا بتكلم عليه عنوانين صح؟ فيسيولوجيكال وايه؟ دي عبارة عن الميثودز او يعتبر السيستمز اللي حفظت على النبات ودته القوة وحميته لما قول فيسيولوجيكال اتفقنا فيسيولوجيكال فيسيكال الله ينور عليك فيسيولوجيكال فيسيكال وقلنا بي 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 يعني مية فاللعبة كانت لعبة مية طب هتيجي المية ازاي؟ المية اللي بتحبه؟ هتوده ديفيوجيون ولا اوزموزز؟ هترد عليها وتقولي اوزموزز اقولك ليه؟ اصل الفاكيو العطشانة يعني ايه؟ سوليوت كتير؟ اوزموتيك برشار عالي وده ليه؟ لان الملح السكر محبوسين انت مسيكم فين؟ بالسيمي برميبول؟ من برين فانه يحصل الفاكيو هتشرب المية بالاوزموزز لما تشرب المية اللي هيحصل الفاكيو هتجبر حسب كده؟ حسب كده هتزوق على مين؟ مين هيتاخل؟ اتاخل يا بروتو بلازم فكده يظهر مين؟ الترجر برشار الناتج؟ او هيسمع فين؟ في السيلول فالسيلول اللي يحصل لها؟ هتورم زي ما انت ورمت كده ايه؟ من فوق عند حضرتك طب اتفقنا في السيلوليشكال ساببور كونسيرن زي الأزهول هو انت بتكلم على المية في مكان معينة ولا في مية في كل السل مية في كل السل وهنا الترجر برشار تيمبرارلي ليه تيمبرارلي يا دكتور؟ ليه مش دايم عندي؟ انه بي 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 يعني مية في مية؟ يبقى في بي بي مفيش مية؟ مفيش بي بي سلاموا عليكم اللي بعدها الستركشور ساببورت ايه قسطها؟ الستركشور ساببورت اربع كلمات أحفاظهم انت بتتكلم على مادة صلبة في مكان محدد اسمه السلول اللي على او في السلول ايه هما الهربعة؟ سيليلوس سوبرين كيوتين لجنين اسمع؟ سيليلوس سوبرين كيوتين لجنين اتفقنا السيليوز في كل خلايا النماء دايما بيكون ايه؟ بيرميابول لكن سوبرين كيوتين لجنين ام بيرميابول وده اللي خلى ان انت في حاجات بتعدي المية حاجات تعديش المياه فقدر يحافظ على المياه ويمنع خروج وخلق خليها قوية واللي بره بيحميه اللي جوه احفظها كويس بي بي بارينكايمة فيسيولوجيكل بارينكايمة فيسيولوجيكل هي فيها اه سيليلوز بس سيليلوز ايه قليل فبابتحسي بشو الشكلها بيضاء طب كولينكايمة سيسي في القلب كورنر والسيليلوز كورنر والسيليلوز سي سي وتاخد وتدي بشكل ودي بتلعب على حكتين مع بعض ايه هم الله يفتح عليك فيسيولوجيكل وستراكشل ايش معنى ان هي كده كده فيها سيليلوز قوة كستراكشل والسيلولوز بيحب المياه فكده فيسيولوجيكل الاسكالرينكايمة اس 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 سكالرينكايمة استرونج استراكشل طب وهي قوية ايه اللي اواق اصلي قلبها ميت والاربك ماتمج يشعطين اخوات مين ومين سيليلوز وليجنين زي ما اتفقنا مع بعض طب خلي بالك الكيوتين بيحافظ على المياه ممنعاش لانه مغطي جنب واحد وده فين يا دكتور مغطي الجنب المين الخارجي بتاع الابدورمز فبيلعب لعبتين بيخلي المياه تخش من جنب وبيمنع انها تخرج من جنب التاني يبقى فيسيولوجيكل ويه وستراكشل والسوبرين الخشب ما بيتكسرش السوبرين قوي جدا عندي وده موجود في الكورج وبرضو السوبرين اس اس السوبرين استراكشل عند حضرت وبكده بنكون عندي ساعتك بنكون هودعك الحصادي ولكن انت في قلبي يعني ما تقلقش انا معك وفي ضهرك وفي جروبس الواتساب معاك الاسيستنت معاك ده لسه هتلاقي فيه تيم السابورت معاك هنبقى في ضهرك في كل حاجة ان كان تيم الساينتيفك بتاعنا ان كان الواتساب الرد بتاعها ان كان اللايف كمان اللي هيكون بيحله معاك عندك كمان تليلست فيها فيديوز حل الهومورك فيديوز حل التست فيديوز كمان هيبقى حل ملزمت الشرح شدي حيلك انا معك واحدة واحدة بالعكس انا قريدي هكون منتق منتلي واموشنالي معاك برا حتى عن الدراسة يلا انجوي وبنا معاكو واشوفك في حلقة جديدة عند حضرتك مع دكتور مينة حان يا بيت توفي بواي بواي